المترجم للقناة 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 وعقبها على طول جلسة مع السادة الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف لكي يعلنوا ما قامت به الدولة وما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية والنهج اللي هتشتغل عليه الدولة خلال الفترة القادمة وده اللي احنا محتاجينه خلال هذه المرحلة نحن نزود من وعي الناس نزود من وعي المواطنين حشان ما نسبش الناس دي لكل وسائل الإعلام الأخرى المغرضة فعلا هذه الجلسة والنهج في التواصل المستمر مع الرأي العام سواء كان من خلال مؤتمر صحفي أسبوي أو لقاء شهري مع الكتاب والإعلاميين ده الهدف منه أنه بيزود من التواصل والثقة المتبادلة ما بين المواطن والحكومة وكمان بين النبض الشارع وبيد الحكومة فرصة لتوضيح الحقائق صحيح يا محمد كمان مهرجان العالمين مش مجرد حدث ترفيهي أو أحداث رياضية وثقافية وحفلات لا نرى المسؤولين رئيس الدولة في العالمين واستقبال سيادته للرئيس الإماراتي لقضاء الأجازة الصيفية الخاصة به وأيضا رئيس الوزراء ومقابلته لعدد من وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين والفاعلين في الوزرات المختلفة الوزراء الذين ذهبوا إلى مدينة العالمين الجديدة وكيف تتحول هذه المدينة إلى مدينة دائمة زكية مستدامة في كل شيء سواء في التنمية المقامة على أرضيها أو حتى في إقامة للسكان التي تناسب كافة الفئات على مدار العام من خلال الجامعات دور العبادة المسارح المحلات المختلفة كل ده علشان الدولة المصرية حريصة كل الحرص أن تتواصل مع المواطن بشكل أو بآخر بطريقة فيها النوع من الشفافية ومهما كانت القرارات صعبة لكن أيضا الهدف الأول هو مصلحة المواطن والتواصل بشكل مباشر معاه وده يكون نهج موجود في كافة الوزارات في الفترة القادمة لشرح كل ما هو في ذهن المواطن من استفسارات وأسئلة مرة تانية بنصبح على حضراتكم بنقولكم صباح الخير يا مصر قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلونا نروح لدينا ونتعرف مننا على آخر أخبار التقس وكمان ناخد معها جولة مرورية في عدد من شوارع القاهرة وباقي المحافظات صباح الخير عليك يا دين صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا هبة صباح الساعدة والتفاعلة على كل المواصفين في كل مكان خبار الجو إيه النهاردة؟ الجولة يعني إحنا مازلنا في التقس يمكن إحنا خلاص بداية شهر أغسطس النهاردة لكن الغريب جدا أن الدكتورة منار غانيم في تصرحاتها معانا مبارا حقيت لا يعني بالنسبة لشهر 6 و 7 الدرجات الحرام معتدلة شوية عنه وده الغريب كان يا رب تغير إيه النهاردة منصبح على حضراتكم مرة تانية وخلونا نستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثفات مرورية وهنبدأ المشهيل لتقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو فيه كثفات بسيطة عند كبري الجلاء وهنلاقي فيه سيولا مرورية مكملة طريق العروبة كونيش النيل اللي جاي من المضلات فيه كثفات مرورية بسيطة متحركة مستمرة لحد وسط البلد نروح معاكم محافظة الجيزة وبيشهد محور 26 يوليو في طريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافة مرورية لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج بيشهد كمان طريق الدائري كثفات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم ووصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وفيه تباطئ في حركة السيارات فيه كثفات أخرى أعلى دائري المريوطية لمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حضائق الأهرام ووصولا إلى ميدان الرمية نروح معكم حافظة المينيا وفيه سيولة مررية في عدد كبير من الطرق طريق الشيخ فضل فيه سيولة مررية على طول الطريق معدى بعض الكثفات البسيطة أما طريق المينيا مغغة ففيه بعض الكثفات البسيطة الغير مؤثرة طريق الصحراوي الشرقي فيه كثفات مررية بسيطة ومكمين جولتنا ونروح محافظة الشرقية اللي الطريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزأزيق في سيولة مررية معدى بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزأزيق لكن الطريق فيه من المتاجه للعاشر إلى مدينة العبور من خلال بلبيس ففيه حالة من السيولة المررية من جولتنا في شوارع مصر المختلفة اتمنانا عن حالة المرور تعالوا نطمن عن حالة الطاقس النهاردة النهاردة فتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طاقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء أحار رطب على السواحل الشمالية مقل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37 وعلى درجة حرارة هنكون في أسوان 42 وأقل درجة حرارة في مدينة العالمين الجديدة 31 درجة هنتابع مع حضركم التقسي بالتفصيل لكن بعد شوية خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي معانا واللي كان فيها بشرة سعيدة قالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات خاصة تمت بمقر الحكومة الجديدة في مدينة العالمين الجديدة واكتماع لمتابع تنفيذ توجيهات سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء وأسر تكافل وكرامة لمظلة التأمين الصحي كمانا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل جولة فقودية في مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير اللي بتتم فيه تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية نعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتير حصلت إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ده كان بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء وأسر تكافل وكرامة تحت مضلة التأمين الصحي قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع نائش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء كذلك الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة تمهيد لضم هذه الفئات تحت مضلة التأمين الصحي ذلك تنفيذ لتكلفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وأوضح الحمصاني أن تم التأكيد خلال الاجتماع على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه إمبارح قام الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية في مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير وأشار رئيس الوزراء إلى أنها بتأتي بهدف متابعة سير العمل وإجراءات سفر ووصول الركاب بالمطار والوقوف على مدى جهزية مبنى الركاب الجديد لبدء التشغيل التجريبي له لافتاً إلا أن تشغيل المبنى الجديد للركاب يمثل إضافة جديدة وخطوة جيدة لمنظومة المطارات المصرية نحو تحولها لمنظومة صديقة للبيئة وهو ما يأتي تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة المطارات المصرية في كافة أنحاء الجمهورية ووفقاً لأحدث النظام كما أنه بيأتي تماشياً مع أهدف التنمية المستدامة اللي بتتبنها الدولة المصرية واتساقاً مع خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واهتمام بمنطقة الساحل الشمالي الواعدة اللي من المتوقع لها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف بشكل كبير وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقاومات طبعية بتجعلها نقطة جذب سياحي عالمي أيضاً إمبارح أعقد الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الغزرة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغازة الطبيعي كأحد المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسمدة وقال لرئيس الوزرة أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة موقف صناعة الأسمدة في مصر خاصة في ظل ما شاهدوا هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في ظهور سؤسودة في هذا القطاع المتحدث العسكري نشر على صفحة الرسمية أمس خبر نعت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة السيدة ابتسمات محمد عبدالله أول ضابطة في الجيش المصري والتي وفتها المنية عن عمر يناهز 97 عاما وكان للفقيدة دور بطولي في حرب فلسطين في عام 48 حيث حملت السلاح وشاركت في عمليات تمريد مصابي العمليات أثناء الحرب بالمستشفى الميداني اللي أعدته مصر داخل مدينة غزة وقدمت القوات المسلحة لأسرتها خالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته ويلهم زويها الصبر والسلوان من قلب مدينة العالمين الجديدة زمالنا إبراهيم عبدالجواد ولما جبريل هيقدموا برنامج صباح العالمين من المدينة في الفترة من 7 ل 8 صباحاً اعتباراً من اليوم الخميس وهين البرنامج فعليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته التانية البرنامج هيكون على راديو 9090 وراديو ميجا ونغم وشعبي وراديو هيتس وراديو نيل وراديو أون سبورت هنروح لأبرز الأخبار اللي شهدتها المحافظات المختلفة محافظة الدأهلية أعلنت تخصيص 20 مليون جنيه بالتقريب لتطوير ملعب المنصورة محافظة السيوت شهدت تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية كمان مديرية الصحب الإسماعيلية أعلنت أنه تم الكشف على 1660 مواطن بقافلة طبية ضمن حياة كريمة أما محافظة القاهرة فقررت النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتيرة شهدتها المحافظات محافظة الدأهلية أعلنت تخصيص 20 مليون جنيه تقريباً لتطوير ملعب المنصورة اللي هيتم تطويره على مرحلتين هتشمل المرحلة الأولى تنجيل أرض الملعب بالنجيل الطبيعي وإنشاء شبكة صرف وريل الملعب وصيانة التراك وده بدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة وهيتم البدء في المرحلة الأولى قبل منتصف شهر أغسطس بيعقبها المرحلة التانية فور الانتهاء منها وهتشمل المرحلة التانية تطوير المقصورة الرئيسية وتطوير المدرجات واستغلال المساحات أسفل المدرجات في مشروعات وأنشطة استثمارية أيضاً أعلنت محافظة الشرقية لانتهاء من فحص 365 ألف طفل من عمر يوم وحتى 28 يوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالشرقية وبنسبة تغطية بلغت 93% من المستهدف وده من خلال الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع بالمبادرة اللي بتستهدف فحص 681167 طفل حديثي الولادة على مستوى المحافظة داخل 355 مركز طبي ووحدة صحية تبعين لـ 19 إدارة صحية بنطاق دائرة المحافظة شهدت محافظة أسيود تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية كدفع أولى لمدرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة وده خلال استجابة سريعة لسد العجز ببعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كمان أعلنت مدرية الصحة بالإسماعيلية تدشين القافلة الطبية بقرية البيضية بإدارة القنطرة غرب الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتضمنت القافلة الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة في ثمن عيادات تخصصية البطنة والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة ده بالإضافة للكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانا وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1660 مريض قررت محافظة القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني صناعي تجاري فندقي وزراعي للعام الدراسي 2024-2025 بالمدارس اللي بيوجد بها أماكن شغيرة وده بعد مراجعة الأماكن الشغيرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية أكدت جمعة أسوان أن وزارة تضامن الاجتماعي الممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بالجمعة قامت بسداد مصروفات طلاب جمعة أسوان من المتعثرين وذوي الإعاقة ومستفدي أسر تكافل وكرامة وده تيسيراً على الطلاب وأسرهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ولخدمة الطلاب للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وتنفيذ أعمال الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي وخلال الأجازة الصيفية في شمال سينة نفزت مدريت الشباب والرياضة معرض للمنتجات السينوية والمشغولات اليدوية بنادي العريش الرياضي أقيم المعرض بهدف التسويق لمنتجات السيدات العاملات في مجال الحرف اليدوية من محافظة شمال سينة حيث أن المرأة السينوية تلعب دور هام في الحفاظ على التراث السينوي والهوية الخاصة بالمحافظة من خلال إحياء الحرف اليدوية نروح لفاصل ونرجع معكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر من صباح حالة حضرتكم مرة تانية دوقتي جي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل وعيدة الأرصاد بتتوقع أن يسود تقص شديد الحرارة راتب نهارا على أغلب الأنحاء حال راتب على السواحي الإشمالية ماء للحرارة راتب ليلا على أغلب الأنحاء تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا عتيفون دكتور محمود القياتي عند مركز الأعلام باية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ دينا وعلى كل سادة المشاهدين أهلا بخضراتك أهلا بيك حابين نتطمن منحا داك عن حالة التقص النهاردة وخصوصا كمان منطقة الجنوب من أسوان وحلايب وشالتين إن احنا من المبارح عارفين إن فيه أمطار رعضية غزيرة وكمان فيه رياح موتيرة لمال والأطربة احنا بالفعل طبعا الفترة دي بنشهد درجات حرارة ليست قاسية بشكل كبير لكنها درجات حرارة إما حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بحوالي درجة درجتين أعز أقول لحضرتك إن لمدة أسبوع قادم إن شاء الله على الأقل هتكون درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية بالتأكيد طبعا أعلى درجات حرارة بتكون كلما اتجهنا جنوبا بتكون على جنوب الصعيد بتكون ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية وعلى العكس كما هو معتاد السواحل الشمالية هي أقل درجات حرارة بتكون الفترة دي في حدود 32 درجة مئوية يعني نقدر نقول إن في استقرار نوعا ما في درجات الحرارة وإن كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة تقريبا كمان نسب الرطوبة هي الأعلى خلال الفترة دي كما هو معتاد شهر 7 وشهر 8 أعلى نسب الرطوبة على مستوى العام كله وبالتالي نسب الرطوبة في هذه الأجواء بتعطينا مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بنشعر بها الـ 36 أو الـ 37 على القاهرة كأنها 39 درجة مئوية يعني استقرار واستمرار درجات الحرارة أو الأجواء الشديدة للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل طبعا فيه زيادة بشكل واضح فيه نسب الرطوبة وبالتالي خلال ساعات الليل أجواء مئلة للحرارة برغم إنها بتسجل 26 لـ 27 بالنسبة للقاهرة الكبرى لكنها أجواء مئلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية فعلا ما فيش نسمة الهواء بتعطينا بالليل يعني تحيس إن درجات الحرارة قليلة لكن من نسبة الرطوبة العالية في عام ده خانقة في الجو شوي بالتأكيد علشان كده بنقول إن بالليل بتكون الأجواء مئلة للحرارة وده فعلا كلنا حاسينه خلال الفترة الحالية ده بالنسبة لدرجات الحرارة كمان لو تكلمنا شمالا على ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يمكن بالأمس كنا نوهنا إن فيه ارتفاع الأمواج تحديدا على الشواطئ الغربية وكانت وصلة لأكتر من 2.5 أو 3 متر اليوم بدأت تنخافض ارتفاعات الأمواج شوية وتهدأ سرعات الرياح شوية على البحر المتوسط لكنها اليوم ممكن توصل لحوالي 2 متر على شواطئ البحر المتوسط وبالتالي ما نقدرش نقول إنه ارتفاع كبير للأمواج لكن ممكن نلاقي بعض الشواطئ اللي 2 متر عليها بتجعلها غير مؤهلة مثلا لأعمال التنزه أو بالنسبة للمصيفين ده تبقى لما يترقاه المسؤولين عن الشواطئ هناك علشان كده بنأكد على المصيفين والمصطفين هناك باتباع التعليمات في حال رفع الإعلام أو تحديد عماق معينة داخل البحر لكن طبعا الـ 2 متر بتخلي البحر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة أمام البحر طبعا بالنسبة للبحر الأحمر يا جبكتر البحر الأحمر طبعا أقل من 2 متر بشكل ملخوظ وبالتالي البحر الأحمر مؤهل تماما ارتفاعات الأمواج فيه في الحدود الأمنة والمسموط بيها سواء بالنسبة للملاحة البحرية والمراكب والسفن أو بالنسبة للمصيفين على الشواطئ هو فقط البحر المتوسط اللي 2 متر في بعض المناطق زي ما قلنا قد تجعله غير مؤهل أحيانا لبعض المصيفين وده يحدد المسؤولين عن الشواطئ الجو غائم شوية النهاردة الجو فيه غيوم يعني فيه سحاب وغائم شوية ده أمر طبيعي طبعا خلال الفترة دي مع درجات الحرارة 36 و37 خاصة الغيوم ده ممكن بيبقى بشكل ملخوص شوية على السواحل الشمالية وكمان بتكون فيه شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر لكن طبعا بمجرد سطوع أشعة الشمس بشكل واضح بتتلاشى تماما الجيوم دي وبتكون الأجواء مشمسة تماما على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد ما عدا طبعا جنوب الصعيد بسبب اللي حضرتك أشارت اللي في البداية وهي فرص الأمطار طبعا احنا نوهنا أن فرص الأمطار بتبدأ من أمس الأربعاء ومستمرة لمدة أسبوع قادم فرص أمطار طبعا بتبدأ بالأمس واليوم بتكون أقل حدة نسبية من الأيام القادمة للأمس كانت الأمطار منحصلة على مناطق قليلة جدا من أقصى الجنوب عند بوسمبل وحلايب وشلاتين النهاردة بتزداد رقعة الأمطار قليلا بتوصل لبعض المناطق الأخرى من جروب سلاس الجبال البحر الأحمر وابما مناطق أخرى من سوان وبالتالي اليوم الأمطار مشابهة للأمس لكن رقعتها ممكن تزداد شوية كمان فرص الرمال والأترباء المصارة زي ما بنتبعها منذ الأمس على صور الأكمار الصنعية بدأت بالفعل من الأمس الرمال والأترباء المصارة تأثر على أقصى جنوب مصر لكن نقدر نقول أنه من غد الجمعة هتزداد شدة الأمطار شوية هتوصل لمتوسطة ورعبية أحيانا وهتزداد وقعة الأمطار كان هي الزروة لهذه الأمطار هتكون من بكرة ولا مستمرة كذا يوم؟ يعني ضرور من بكرة ليوم الأحد أو الاثنين القادمين دي هتكون فرص الأمطار تراوح من خفيفة المتوسطة ورعبية في بعض الأحيان هتزداد رقعة الأمطار أيضا من بكرة هتشمل العديد من المناطق الجنوبية من محافظة أسوان وفي بعض الأحيان تمتد المناطق من محافظة الأقصر الوادي الجديد هترتفع شوية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يعني اليوم والأمس كانت مقتصرة على حالي بوشلاتين فقط لا ممكن من بكرة تمتد المناطق حتى مرسع علم يبقى وقعة الأمطار هتزداد شوية كمان كميات الأمطار هتزداد شوية تكون أمطار من خفيفة المتوسطة طبعا استمرار الأمطار الرعبية ده هيؤدي إلى إشارة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية وبالتالي تراكم كميات الأمطار على مدار الفترة اللي هتكون جاية دي تراكم الأمطار ده قد يؤدي بالفعل إلى تشكل بعض السيول على المناطق الجنوبية دي خاصة أن بعض المناطق منها بثبت الطبيعة الجبلية لها دي برضو هتساعد على تشكل السيول شوية وبالتالي بنأكد على أهلنا في جنوب مصر أسوان أيضا مناطق من الرؤسر مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بتوخي الحذر التالي متابعة الحالة الجوية هناك متابعة التعليمات اللي تصدرها الجهات المعنية هناك بالنسبة للحضرات وأكيد فيه تنصيخ بين حضراتكم طبعا الأساسات هناك فبالتأكيد فيه يعني يتخذ بعض الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين بشكل كبير هناك بالتأكيد إحنا طبعا بنفعل عندنا في هذه الحالات غرفة الأزامات داخل الهيئة العامة للأفصاد الجوية بيتم متابعة الحالة بشكل مكسف بيتم تعيين متنبئين جويين كل متنبئ بيتابع مع محافظة أو منطقة من المناطق دي بيتابع مع مكتب السادة المحافظين بشكل مباشر بيتابع معهم الحالة من قبلها بيديهم التحذيرات اللازمة بيتابع معهم الحالة أثناء حدرسها من حيث صور الأكمال الصناعية صور رادارات الطاقس ما يتم رصده من محطات رصد عندنا هناك وبالتالي بيفضل معهم حتى انتهاء الحالة بشكل كامل بالتأكيد ده كله بيساعد على تقليل الأضرار وانتشار التحذيرات بشكل أكبر وده بالتأكيد بيكون حرص من الهيئة العامة الأرصاد الجوية على أنها تكون حريصة أن تنبؤتها وانذراتها تصل لكل مواطن في هذه المناطق إن شاء الله يعدي من غير أضرار مادية أو أضرار أخرى وطلعاً زي ما أنا حضرتك ومستمر لمدة أسبوع يعني نقدر نقول اليوم الأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله ربنا يسلم الجميع أنا بشكر حداك شكراً جزيلاً دكتور محمود القياتي عضو مركز العالم بهيط الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخلية مصر خلنوا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقع النهاردة هنبدأها من القاهرة العظمة 37 الصغرى 26 عاصمة إدارية 38 27 إسكندرية 32 24 العالمين الجديدة 31 24 مطروح 32 25 دمياط 32 25 فورس عيد 34 25 إسماعليا 40 25 أسويس 39 26 العريش 34 24 كاترين 35 20 طابة 37 25 حلايب 43 29 شلاتين 44 30 الفيوم 39 26 بني سويف 40 26 الودي جديد 43 24 أسيوت 41 26 سوهاج 42 27 قناة 43 27 الأخصر 43 28 وأخيرا الأسوان 42 29 حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس لكن بنأكد مرة تانية عن السواحي الشمالية لازم اتباع التعليمات الخاصة للشواطئ بإغلاقها أو بفتحها يعني يتزموا بهذه الإجراءات وكمان ربنا يسلم الجميع في منطقة أسوان وحلايب وشلاتين لأن فيه أمطار متوسطة رعضية أحياناً وفيه كمان رياح مثير الرمال والأتربة وحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس هناك هرجع مرة تانية لشازلي وهبع لشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر شكراً لك كديراً على انتابع ايه أبرز الأخبار اللي هتحصل النهاردة بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالدكتور علي الغمروي رئيس هيئة الدواء المصرية هيعقد مؤتمر صحفي بمقار الهيئة في المنصورية بيتناول آخر مستجدات ملف نقص وتوافر الأدوية خلال الفترة الماضية والخطة اللي بتعمل بها هيئة الدواء لتوفير أبرز مجموعات الدواء خلال المؤتمر هيقوم رئيس الهيئة بالكشف عن بدائل ومثائل الأدوية اللي شهدت نقص بالأسواق خلال الفترة الماضية وجهود الهيئة في توفرها سواء عن طريق الشركات أو المخازن أو الصيدليات النهاردة وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات وهتبدأ الوزارة صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات أيضاً النهاردة هتطلق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جمعة الدول العربية المتخصصة تحت رعاية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أبرز محاور الفعالية تدور حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي وتحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية والأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين ودور المراسل الصحفي التلفزيوني في تغطيات الحروب وفقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإعلامية الدولية مصر كانت من أكثر الدول بينتشر فيها فيروسي وأعتقد أن كلنا فاكرين هذه الأيام وكلنا فاكرين لحظة من اللحظات من انتشار فيروسي في مصر كلها ناس كتير أوي فاقدت أحبائها بسبب هذا الفيروس لكن أطلقنا مبادرة مبادرة مهمة جدا للقضاء على فيروسي والحمد لله تم القضاء نهائيا على فيروسي وفيه متابعات مستمرة حتى لا يعود الفيروس مرة تانية ضمن فعاليات ميت يوم صحة تم إطلاق خدمة للكشف عن مرض فيروسي وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكثر من 142 مليون خدمة صحية لأكثر من 92 مليون مواطن منها مبادرة القضاء على فيروسي للكبار وطلاب المدارس وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك أنت كمان انزل اكشف والطمن وزارة الصحة معاك من أول يوم كمان علشان نضمن حياة سليمة صحيا كشف مبكر للحالة الصحية للزوجين وكمان الأمراض الوراثية المختلفة واللي هتشملها مبادرة 100 مليون صحة 100 يوم صحة هتقدم خدمة صحية للكشف للمقبلين على الزوج قبل ما نكتب كتاب قالونا لازم نعمل الشعادة الصحية عشان نتطمن ان محدش فينا عنده أمراض ورصية ولا عيالنا يتولدوا عندهم أمراض كنت خايفة بس الحمد لله تطمننا وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن منها مبادرة فحص المقبلين على الزوج وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك انت كمان انزل اكشف والطمن وزارة الصحة معاك من أول يوم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي طبعا كتير بنشوف دلوقتي أطفال مصابين ببعض الأمراض الوراثية وبيزداد للأسف هذا الأمر وده نتيجة انه ما بيكونش فيه الزوجين المقبلين او الشباب المقبلين على الزواج ما بيكونش فيه فحص مبكر للسلامة الصحية والنفسية كمان ودي من ضمن الاهداف اللي بتستهدفها طبعا مبادرة 100 يوم صحة الكشف على المقبلين على الزواج لضمان طبعا استقرار الزواج ولازم يكون فيه شهادة ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا والضرورية في عقد القران لازم يكونوا عاملين الشهادة الصحية وده لمصلحتهم ده طبعا غير ملزم بالنسبة لهم يعني لو هم قرروا انه هم يتجوزوا فهما بيتحملوا نتيجة هذا القرار لو لا قدر الله بيكون فيه أمراض لكن ميزة المبادرة 100 يوم صحة انه هو بيتم إبلاغ الناس بانه لا قدر الله لو فيه أي أمراض وراثية هتؤثر بشكل كبير على أطفالهم فيجب انه يكون فيه حذر او ان احنا نعالج هذه الأمراض خدمة ايضا من ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المبادرة انه خدمة لكشف والفحص عن سرطان الثادي ضمن طبعا خدمات الصحية المقدمة لرعاية المرأة المصري نهلة لما قالت على نفسها ما فكرتش مرتين خدتها وطلعتها على الوحدة المتنقلة لأن عندها سرطان الثادي بس الحمد لله كانت في بدايته لحقوها ودوها لعلاج وطبعوا معاها لحد ما خفت رجعت تكمل حياتها عايزة وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن منها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك انت كمان انزل اكشف والطمن وزارة الصحة معاك من أول يوم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي طبعا المبادرات اللي بتقدمها الدولة المصرية وتحديدا وزارة الصحة المصرية بتشمل كافة الفئات العمرية وكافة يعني الأعمار فيما يخص كمان النوع الزكور الإناث الأطفال في حديثي الولادة والأطفال داخل المدارس المختلفة سواء في التقزم أو السمنة أو حتى فيما يخص حديثي الولادة من ضعاف السمع وزراعة القوقع الخاصة بهذا الأمر ومبادرة 100 يوم صحة بتكمل هذه المبادرات بتوفير خدمة الكشف والفحص للأطفال حديثي الولادة للوقوف على الأسباب الصحية والمراضية اللي بيعاني منها الأطفال حديثي الولادة ومعالجتها في بدايات الأمر من هول يوم حامل وحنا نتابعين مع الوحدة الصحية بيطمنوني على صحة مراتي والجنين أول بأول ولما فرحة ولدت أخدتها عشان أطعامها دي مش بس مبادرة عشان صحة المولود لا اللي بيهتموا جداً بصحة الأم بعد الولادة وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن منها مبادرة صحة الأم والجنين وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك أنت كمان انزل اكشف والطمن وزارة الصحة معاك من أول يوم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي طبعاً لسبب أو لآخر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بيكونوا عايشين لوحدهم طبعاً لأسباب متعددة لكن بيحتاجوا رعاية صحية ملازمة لهم طول الوقت حتى لا يحدث أي أمر طارق طبعاً بالنسبة لصحتهم عشان كده المبادرة مبادرة 100 يوم صحة منستش كبار السن وقدمت لهم خدمات علاجية وكشف بالمجان للإطمئنان على صحتهم من أول يوم البت فضي على جده طارق وتيتا وهو بقى لازم يركز مع صحته وفيهم إليه إن يجي للمرض الوحش داي عمه شريف فراح على الوحدة الصحية اتشف والحمد لله تلع إن ما عندوش حاجة والتوم وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن منها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف مبكر عن لا تلال الكلوي وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك انت كمان انزل اكشف والطمن وزارة الصحة معاك من أول يوم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مش بس الأمراض العضوية اللي مبادرة 100 يوم صحة بتكشف عنها وبتقدم العلاج بالمجان للمستحقين فيها لكن كمان مبادرة 100 يوم صحة بتقدم مبادرة الكشف والعلاج النفسي للمواطنين وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن منها مبادرة الاهتمام بالصحة النفسية وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك انت كمان انزل اكشف والطمن وزارة الصحة معاك من أول يوم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شاهد جانب من فعليات الدورة التانية لمهرجان العالمين الجديدة وأعطى إشارة البدء اللي تنطلق المرحلة التانية من مبادرة 100 يوم صحة في المرحلة التانية طبعا من مهرجان العالمين الجديدة لمختلف محافظات مصر خلال نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير اللي عمله زميلنا محمود جميل بنرحب بحضراتكم من مدينة العالمين الجديدة ولسه متابعتنا مستمرة في كل الفعاليات الموجودة لكن الحقيقة إحنا بنشهد حاليا إطلاق مبادرة 100 يوم صحة في المرحلة التانية اللي بتنطلق من هنا من شارع الخدمات الصحية ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة وإشارة البدء اللي أطلقها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل سيارات الإسعاف دي وخدمات الصحة تنطلق لكل محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية المكسفة وكمان المبادرات الصحية اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مهمة جدا بتنطلق من مهرجان العالمين الجديدة إلى محافظات مصر النسخة التانية من مبادرة 100 مليون صحة والحقيقة هذه المبادرة بتحظى بدعم كامل من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو الحقيقة اللي كان وجه إن إحنا نطلق هذه المبادرة المهمة جدا 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 اللي بنستهدف من خلالها كدولة الوصول للمواطن المصري في مكانه في أي حتة في ربوع الجمهورية ونقدم له كل الخدمات الصحية المتطورة اللي ممكن يكون بيفتقدها في المكان الجغرافي أو بحكم بعده أو إن يبقى مكان نائي أو ما بيبقاش فيه الخدمات المتوفرة أو المتطورة جدا في مجال الصح كل الجهد ده بيبقى محتاج تسويق وترويج مش فقط للعالم الخارجي ولكن أيضا للمواطن المصري عشان يعرف حجم اللي بيتعامل على الأرض إيه ويقدر يستمتع بهذا الموضوع ومن هنا كان طبعا دور الشركة المتحدة وأيضا الحقيقة كل الزمل اللي ساعوا وراعوا وهذه النوعية من المهرجانات مهرجان العالمين اللي بيتعامل لتاني سنة يعني الحية حاجة تفرح وبيبقى أنا عايز أقول ده بيبقى الجزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة وجذب السسمراء النسخة التانية من مئة يوم صحة بيتم انطلاقها واللي عام التاني دولة معالي رئيس الوزراء بيداشن امطلاق المبادرة المبادرة دي طبعا في الفترة دي مدينة العالمين ومهرجان العالم مدينة العالمين كل الاهتمام وكل الدعم في المكان ده وكل أنظار العالم موجودة في المكان ده عشان كده لازم وزارة الصحة كانت توصق لحدث الكبير ده من مدينة العالمين مبادرة مئة يوم صحة مئة يوم من الخدمات المخدمة لكل أهلين في كل مكان خدمات بتوصلهم لحد عندهم تكسيف لخدمات وزارة الصحة مستشفيات وحدات الرعاية الأولية قوافل العلاجية المبادرات الرئاسية إن شاء الله إن شاء الله في الفترة دي نقدر إن احنا نخدم أكبر عدد إن ما كانش كل شعب مصر الموجود يستفاد من المبادرة دي المبادرة دي بتغطي كل الفئات العمرية وكل الأنواع من الرجال والسيدات والأطفال وكبر السن مبادرة ضخمة حدث كبير جدا يستحق إن هو يكون موجود وينطلق ملدينة العالمين الواحدة الترانين المغماتيس المتنقلة ودي عربية الواحدة الترانين المتنقلة أول عربية على مستوى الجمهورية أو على مستوى الشارك الأوسط لخدمة الناس في الوصول إلى الفحوصات اللازمة طبعاً إحنا بنتنقل بيها في أي محافظة تحتاج العربية عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من المستطاع المطلوب وإن العربية بإذن الله دخل المبادرة الرئاسية في الكشف المبكر عن السرطان البلوستات إحنا بنوصل لأقرب مكان المحتاج للعربية يعني أي مكان محتاج في العربية إحنا لازم نروح له طبعاً عشان نقدم الطلب أو نقدم الخدمة للمواطنين ودي بتبقى خدمة إنسانية العربية بيقعبارها فيها عن أسانسير لو أحد محتاج يطلع في الأسانسير والعربية متوقف دي بتبقى تشغيلها على مدار 24 ساعة في أي مكان شرفنا النهاردة بزيارة دولة السيد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق حملة مئة يوم صحة للنسخة التانية العام 2024 وزي ما حضرك شايف يا رسالة بتوصل لجميع أهلنا في كل مكان في مصر إن وزارة الصحة المصرية عندها إمكانيات كبيرة جداً إنها هتوصل لكل مواطن إحنا عندنا العديد من المبادرات اللي بنشره براعيتها من قبل السيد رئيس الجمهورية في كل التخصصات وفي كل الأمرات إحنا الرسالة اللي بتوصل إن إحنا موجودين وإحنا فعلاً مهتمين وعارفين ومش همتسيب أي حد يحصل معاه أي مشكلة صحية غير لما هنوصله رسالتنا المحافظة مطروح بالزيد زي ما حاك عارف إنها محافظة ممتدة ومحافظة حدودية وصحراوية لا إحنا جاهزين إن إحنا نوصل لكل الأماكن نوصل للحدود كلها نوصل لأهلنا إنتوا في عينينا إحنا مش هنأثر معكم أبداً بالعكس إحنا بنستهدف دايماً للخدمة توصل ونرأيها كمان ونزود مستوها ومدى تغطيتها نروح لمجاز الأنباء مع دينا شرف شكراً لك هباء ثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرنيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وخلال الجلسة قال مندوب الجزائي بمجلس الأمن عمار بن جامع إن المنطقة على شفير الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عمل إرهابياً باختيال هنية في طهران وأضف بن جامع أن استهداف المدنيين بغزة وبيروت يمثل فضاعة أخلاقية ووصمت عهر على جابين البشرية مشيراً إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء هذا القدر من إراقة الدماء وإزراء القانون الدولية ومن جانبه قال مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد عرفاني إن اختيال هنية مظهر آخر من مظاهر الإرهاب الذي تنتهج إسرائيل منذ عقود وأضاف عرفاني أن الجريمة الأخيرة هي جزء من مصار أوسع يسلكه الكيان الإسرائيلي في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة وأضاف مندوب إيران أنه لا يمكن للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يظل غير مبال بجرائم إسرائيل من جانبها قالت نائبة المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة فداء عبدالهادي إن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على الشعب الفلسطينية دون أي قيود وأكدت نائبة المندوب الفلسطيني أن مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه في العمل على فرض وقف لإطلاق النار مجددة الدعوة للمساءلة عن انتهاكات إسرائيل لسلامة أراضي وسيادة الدول في المنطقة بما فيها دولة فلسطين حمل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بلد عبدالعاطي ونظير الأردني أيمن الصفدي إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية والاختيالات السياسية أيضا وخلال اتصال هاتفي طالب عبدالعاطي وصفدي مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرد على إسرائيل وقف أو يفرد على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخرقاتها المستمرة للقانون الدولية وأكد الوزيران ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة قرب مدخل مخيم المغازي كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين ببلدة الزويدة وسط قطاع غزة مما أصفر عن شهداء ومصابين استقبل محافظ شمال سيناء خالد دامجاور وفدا رفيع المستوى من شركة فيكا الفرنسية وأكد المحافظ على أن صناعة الأسمنت من أهم الصناعات التي تساهم في زيادة الاقتصاد القومي بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة شهد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من فعليات مهرجان العالم عالمين في دوراته الثانية بمدينة العالمين الجديدة وأشهد مدبولي بالدورة التي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية من خلال مهرجان العالمين في تسليط الضوء على التنمية التي شهدتها المنطقة الساحل الشمالي الغربية ختم مجدأة الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر برحب حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر والحقيقة أن الحراك السياسي الحاصل والتوترات اللي مازالت مستمرة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيدات الإسرائيلية المستمرة سواء باتجاه الشعب الفلسطيني أو التصعيد على جنوب لبنان وأيضا سياسة الاختيالات التي انتهجتها إسرائيل في الأونة الأخيرة وبالأمس مقتل إسماعيل هانية في تهران كل هذه الأمور جعلتنا نتحدث عن تحذيرات كرارها السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي مرارا وتكرارا من أن المنطقة من الممكن أن تقع في اتساع لدائرة لإصراع مستميت ومستدام بداية الحرب في غزة من أكتوبر الماضي وحتى الآن وأيضا الممارسات الإسرائيلية وعدم الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار التي اقترحتها مصر مع عدد من الشركاء الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط كل هذا ألقى بزلاله الحقيقة مش بس على الشعب الفلسطيني لكن على المنطقة منطقة الشرق الأوسط برماتها ردود فعل مختلفة على سياسة الاختيالات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل وأيضا ماذا بعد والسيناريوهات المتوقعة للمنطقة العربية بشكل عام كل ده هنعرفه في تفاصيل الهاتف اللي هتكون معانا دلوقتي مع الدكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني صباح الخير يا فن صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير أستاذ ذاهبة وكل أستاذ المتابعين الكرام أهلا وسلام بحضرتك يا أهلا بحضرتك هذا ما حذرت منه مصر منذ البداية اتساع دائرة الصراع وده اللي بيحصل دلوقتي ازا أحدك شايف سياسة التصعيد الإسرائيلي بالتأكيد يعني عايز أقول أن مصر كانت أحد أهم وأولى الأصوات التي حذرت بشكل كبير ودائما السياسة الخارجية المصرية والدولة المصرية لديها رؤية استباقية واستشراف للمستقبل خاصة أن يمكن لدينا خبرات عديدة في هذه المسألة ومصر كانت حريصة طوال الوقت بوجودها في الوساطة والمبادرات المختلفة لمحاولة إنقاذ الموقف ووقف نزيف الدماء ومحاولة التوصل مبكرا لهدن إنسانية ووقف إطلاق نار وبالتالي مصر حذرت مرارا وتكرارا من دائرة اتساع الصراع وتدعياته التي يمكن في وقت من الأوقات عدم تداركها بأي حال من الأحوال ويمكن الواقع بيؤكد ما نادت به مصر وحذرت به منذ فترة طويلة وبالتالي اغتيال إسماعيل هنية أنا شايف أنه يمكن تصايد خطير ونقطة فاصلة على العديد من المحاور اغتيال هنية في الداخل الإيراني أعتقد أنه له العديد من الرسائل التي تحتوي على قدر من الاستهانة بالنظام الإيراني ونوع من تحدي النظام الإيراني ومن شأنه أنه قد يؤدي إلى مزيد من التصايد خاصة أن وضعت إيران في حرك شديد ومصدقية إيران على المحاك يعني طالما إيران اتبعت خطاب خاص بمواجهة الكيان الإسرائيلي والدفاع عن القدس وغيره وفي نفس الوقت هي حريصة على ضبط الصراع وعدم اتساعه وحاولت ذلك وكان بفضل تدخلات أمريكية وجبهة الشمالية ربما تدخلت بحذر نوعا ما ولكن أعتقد أن عدم رد إيران في هذا الظرف الصعب سينال من مقدراتها ووزنها النسبي والأقليمي وبالتالي هي توازن ما بين الصمت كما حدث في مواقف سابقة مع بعض قاسم سليماني وما بعد اغتيال العالم النووي الإيراني والمشرف على البرنامج النووي كانت ردات الفعل دون المستوى وادت إلى تمادي إسرائيلي هذه المرة أعتقد أن الوضع مختلف وإيران قد تطفع إلى الرد حفاظا على وجودها وكيانها ومدرقة حفاظا على ماء الوجه طيب دكتور هاني يعني إسرائيل فتحت أكتر من جبهة الحقيقة في الأيام الأخيرة سواء في جنوب لبنان أو حتى بسياسات الاختيالات التي اتبعتها وكان آخرها اغتيال إسماعيل هانية برأيك مدى بعد أين ستذهب المنطقة يعني التصايد في أكتر من جبهة الجبهة الشمالية ومحاول اغتيال فؤاد شكر ووزنه النسبي فيما تعلق بجبهة حزب الله على وعلى العديد من الهجمات خلال الفترة السابقة ثم اغتيال إسماعيل هانية أنا شايف أن يمكن إسرائيل ونتنياه يحاول الهروب إلى الأمام واستنزاف القوى والجبهات المختلفة لتحقيق انتصار يحاول تصويقه داخليا وهو ما حدث بالفعل هو الرجل يحاول أن يقوم بأي انتصارات أو أي خطوات من شأنها أن تخطيل أمده واستمراره وأن يحاول ربما امتصاص الغضب في الداخل ولكن هو في نفس الوقت يوش على المنطقة بدون اقتراس وخلينا هنا نقف عند مقابلة وخطاب نتنياهو في الكونجرس وحالة التصفيق الحار أعتقد أن الرجل قتى بمباركة أمريكية أو ضوء أخدر على أقل تقدير والولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة عن كل ما يحدث بصرف النظر عن التصريحات الخاصة بسعيها لمحاولة الضغط على نتنياهو أو التوصل إلى وقف إطلاق نار أعتقد أن الولايات المتحدة هي طرف وليس توسيط كما هو الدور المصري الذي يتعامل بصرف النظر عن أي التجاذبات زباد الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها نفس القناعات والمحددات التي تتحرك بها القوى المصرية والتي كانت جدة في التوصل لحل سياسي ولكن الرهانات الإسرائيلية ثم الأمريكية هي غير معنية بالوصول للاتفاق وأعتقد أن هذا يمكن مخاطرة كبيرة طيب تأثير الذي حصل هذا يا فندم على مفاوضات الهدنة يعني مصر حضرة في كل تصعيد وكانت دائما مصر ما تقوم بإقرار هدنة وبالتواصل مع الأطراف المختلفة لكن هذه المرة وحضرتك عارف طبعا أن الوضع مختلف لكن ما زالت مصر على مدار العشر شهور الماضية وهي بتحاول في الإقرار هدنة تأثير ما حدث على الهدنة نعم مصر بشكل مبكر تحاول القفض على أي محاولات إسرائيلية لناس في مبادرات السلام أو توصل للاتفاق مصر تعاملت بحكمة شديدة وضبط نفسها وإذن محمد في العديد من المواقف فيما تعلق بمعب الرفع أو المجازر والانتهاكات الإنسانية في فترات سابقة أو حتى على مستوى تصريحات الخطاب السياسي للضغط على القاهرة ومصر يمكن قرأت المشهد بذكاء شديد وحاولت عدم تقديم هذه الفرصة وأصرت على الاستمرار حتى المبادرات المصرية التي قدمت هي أصلا كانت نواه للمبادرات المختلفة التي تم ترتبها من الجانب الأمريكي أو غيره وهي اعتمدت بشكل مباشر على جهود القاهرة فأنا شايف أن مصر حققت وكانت حريصة دائما على دفع جهود السلام رغم التحديات المختلفة ورغم الممارسات الإسرائيلية لكن هذه المرة أعتقد أننا عندنا لحظة إحباط فارقة ولحظة تعبر عن عدم الجدية الإسرائيلية وعدم الاقتراس وأيضا المواقف الأمريكية سواء من ردات الفعل اتجاه عملية الاغتيال في حزب الله في لبنان أو المواقف الأمريكي من اغتيال إسماعيل هنية وهو شخص له رمزية سياسية وهو عنصر أساسي من مفاوضات السلام عسكرية أو الجناح العسكري وبالتالي الوضع مختلف تماما أعتقد أن مصر تحاول تجاوز لحظة الإحباط تلك ولكن هذه التصرفات الإسرائيلية من شأنها أن تنسف الجهود أو تحاول تجميدها مؤقتا لكن كالعادة القاهرة ستحاول ربما البناء على النقاط الإيجابية وما تبقى من فرص في المرحلة القادمة ولكن خلينا نتكلم بشفافية يعني الواقف صعب ويمكن كلما كانت مصر تحاول أو هناك فقاربات معينة نجد هناك تصرفات إسرائيلية في الحياة هي غير مسؤولة بالمرة وتؤكد على أن المسألة صعبة ولكن في النهاية مصر دائما تحاول أن تقوم بما عليها وتحاول ربما قلب الطاولة لإعادة المصارات التفاوض إلى طريقها الصحيح شكرا جزيلا دكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيران النهاردة معنا ذكرى مهمة في تاريخ الأدب والقصة المصرية القصيرة ذكرى وفاة الأديب والكاتب والصحف الكبير يوسف إدريس أبو القصة القصيرة واللي رحل عن عالمنا وترك الحقيقة علامات خالدة وبصمات واضحة واستثنائية في عالم القصة والرواية والحكايات واللي صنعها وكتبها في مشوار حياته يوسف إدريس طبيب لكن تخصص في الكتابات المختلفة وكان حريص كل الحرص في كتاباته إن هو يشعر بالمجتمع المصري وبالفلاح المصري وقدر إن هو ينقل لنا من خلال رواياته وقصصه القصيرة المشاعر والأحسيس اللي بيعيشها الناس البسيطة داخل المجتمع المصري وكان واحد من رواد القصة القصيرة طبعا ما في الشك فارس القصة القصيرة زي ما بنقول هيبة واللي أصبحت هذه القصة القصيرة مش موجودة للأسف أو نقول إن هي قليلة جدا بعد وفاته فهل اختفت صناعة القصة القصة القصيرة من الأدب المصري بعد رحيل رائدها يوسف إدريس إجابات وافية ومفصلة هنعرفها دلوقتي من ضفنا لأن ورنا فيه لستوديو الدكتور محمد سليم شوشة الروائي وأستاذ الأدب العربي بجمعة ألف أيوم سبع الخير عليك يا دكتور سواحي أستاذ محمد يا أهلا بيك يا فن أين القصة القصيرة الآن؟ هو الحقيقة فيه إبداع قصصي مميز في مصر وفيه تلامزة يوسف إدريس الحقيقة طبعا يوسف إدريس علامة فارقة في الإبداع العربي وفي القصة القصيرة بالتحديد هو كان متنوع يعني أنتج فيه القصة القصيرة في الرواية في المصرح مقالات صحفية مهمة نموذج للمثقف العضو الملتحم بقضايا اللحظة وكل الشؤون الفكرية والسياسية وكل أمور المجتمع يمكن الزمن اللي اختلف شوية أو يعني حصلت تحولات عديدة طبعا في العقود الماضية لكن فيه إبداع قصصي مميز ربما يتوارى وسط ركام كبير يعني فيه أسماء الحقيقة المهمة منها مثلا الدكتور محمد المخزاندي وده طبيب وكان برضه من تلامزته وهو يعني في تقديري يعني كاتب له مستوى ربما عالمي في وجهة نظري مقل أي نعم يعني كل كم سنة بينتج فيه الدكتورة عزة رشاد فيه منتصر الأفاش صفاء النجار حسن عبد الموجود محمد إبراهيم طاها المفارقة أن أغلبهم أطباء على فاكرة يعني برضه زي يوسف دريس والله هي الظاهرة تحتاج لدراسة وتعمق يعني هنلاقي مثلا دكتور عزة رشاد طبيبة دكتور محمد المخزاندي يمكن ممارس الطب لك أنه طبيب أيضا دكتور محمد إبراهيم طاها وهكذا يعني هنلاقي في عدد آخر يعني دي أبرز وأهم الأسماء وهم مبدعين يعني من وزن سقيل ومميزين الحقيقة ظهرت المواهب بجانب العلم وأكيد بيتسقل طبعا بشكل أو بآخر أيضا بالقواعد العلمية السليمة في الكتابة والرواية واللغة لكن كمان كلمنا عن البصمات الواضحة لسابها يوسف إدريس ليوسف إدريس الرائد في القصة القصيرة يوسف إدريس كان يعني شديد للتحام بالإنسان المصري يعني يغوص فيه وجدان هو تجاوز المرحلة الكلاسيكية في تاريخ القصة المصرية بعدين ابتده المبكرة يعني أول الخمسينيات آه هو يعني أول مجموعة ليه أرخص ليالي كانت 1950 قبل 52 عام أو عام ونصف يعني لكن انتاده بيتصاعد في واتيرة كان في مقتبل شبابه في المرحلة دي يعني هو ابن الجمهورية أو النظام اللي كان الجمهوري والثورة يوليو اللي كان منفعل معها بحماس وكان بيحمل فكر اشتراكي في هذه المرحلة طبعا حصلت منعطفات وتحولات فكرية كثيرة جدا لكن هو أهم ما يميزه هو فكرة الالتحام بالإنسان المصري والغوص في وجدانه وتكوينه وزهنيته وشواغله وتوتراته يعني على كل المستويات الإنسان المصري البسيط الريفي أو ابن المدينة الطبقة الوسطى الطبقة الناهضة المتعلمة البحثة عن تحقيق ذاتها فهنلاقي إنه كان المرأة برضو في هذه الفترة الاشتراكية على كل المستويات زي ما حضرتك بتقوله وكل فئات المجتمع وطبقات المجتمع لكنه كان عنده تركيز شوية على الأرياف إيه السرف ده؟ هو الحقيقة يمكن نشتهر بعض الأعمال اللي فيها البعد الريفي إنه عاش في الريف هو ابن الريف وولده كان بيعمل فيه الري وكان بيتنقل معاه من مكان لمكان وشخصية والدته القوية برضو اللي هي كانت بتحمل تقاليد وعادات الريف فهو طفولته كلها في الريف لكن هو الحقيقة في مراحل كتير يعني ربما يكون من أهم من كتبوا عن الريف أو الشخصية الريفية لكن عنده جوانب تانية كتير جدا بالعكس يعني أنا بشوف أنه تجسيده للطبقة الوسطى ماهضة في القاهرة من المتعلمين أو الصعادين حديثا ليه أو الفئات الطموحة اللي بتحاول أنها تغير وضعها الاجتماعي بالتعليم أو مع التحولات والفرص التي تتحها الجمهورية أو نظام يوليو هنلاقي أنه كان قريب من هذه الفئات وممكن نقول أنه جسد الريفيين القادمين إلى المدينة أو الوافدين إلى المدينة دكتور هو يعني في بعض الإشكالات كده اللي حصلت جائزة نوبل ليه يوسف إدريس مخدش جائزة نوبل هو الحقيقة كممكن حتى نجيب محفوظ ما ياخدهاش بالمناسبة المسألة ليس مسألة حجم إبداعي نحن عندنا مشاكل كثيرة وربما يكون في المبدعين العرب من يستحقها وهناك إشكالات عديدة في مسألة الجائزة لأن عملية الترجمة عنصر مهم جدا يعني أن يكون صوتك الأدبي أو إنتاجك الأدبي واصلا أو نافذا أو يصل إلى فئات ولغات أخرى أو أمم أخرى دي مسألة جوهرية أو حاسمة في تحديد وجهة الجائزة فربما تكون مسألة الترجمة ظالمة لأنه لم يترجم له بالحجم الكافي أو اللي حصل مثلا مع نجيب محفوظ يعني نجيب محفوظ الرواية بالمناسبة على فكرة نجيب محفوظ من أهم كتاب القصة القصيرة في تاريخ القصة القصيرة العربية على الإطلاق إن لم يكن الأهم في تقدير الشخصي دي حقيقة كم اللي كتبه نجيب محفوظ في القصة القصيرة لا يتخيله أحد وربما يتفوق حتى على في الكم على ما كتب يوسف إدريس ودي من الحاجات الفخاخ اللي بنقع فيها إن القولبة إن يوسف إدريس للقصة القصيرة أنا محفوظ وبالضبط هذه السنائية وهذه القسمة لكن الحقيقة الشهرة الضخمة والإنجاز العظيم اللي حققه ونجيب محفوظ في الرواية يعني غطى نسبيا على كتاباته القصص في القصة القصيرة طيب لكن وجوده وتحديداً وكتاباته في الروايات كانت نقلة نقل الروايات لسنين كتير قدام ماذا قد ما بقى يوسف إدريس بالنسبة للقصة القصيرة هنقدر مثلاً نقول إن مرحلة ما قبل يوسف إدريس ومرحلة بعد يوسف إدريس بالنسبة للقصة القصيرة ممكن بالمناسبة هو يوسف إدريس هو صانع التحول الجوهري يعني في الأول خالص كمراحل بداية أولى هنلاقي إن رغم صغر سن يوسف إدريس لكن صنع تحولاً في القصة القصيرة المصري يعني مع المجموعة الأولى اللي كتب عنها طاح صين عميد الأدب العربي يعني وكان شيء كبير جداً إن طاح صين يكتب عن أديب شاب يعني هو كتب طبعاً عن أديب محفوظ بالمناسبة لكن المسألة دي هي التي صنعت نجومية وقيمة وصلطت الضوء على قيمة يوسف إدريس في القصة القصيرة وربما يعني هذه النظرة زلت ممتدة وثابتة وراسخة فيما بعد يعني زل النقاد يعني خاضعين لهذه المقولة أو لهذا التصنيف اللي هو وضع من خلاله طاح صين يوسف إدريس على قمة القصة القصيرة المصرية طيب إحنا كنا بنعيش كده حالة من الزهو والزخم في نفس الوقت العقاد توفيق يوسف إدريس طاح صين كان فيه على المائدة إذا جازت تعبير يعني كل ما تحب وما تشتهي يحيي حق إيه طب إحنا دلوقتي إيه لا هو إحنا عندنا قزمة كبيرة ثقافية وفكرية مع الأسف الشديد والفترات الصعبة التاريخية يعني كنت لسه بتكلمه عن الظروف السياسية والمنطقة وتحولاتها وبالمناسبة من يستطيع أن يجيب عن الوضع السياسي وهذه الإشكالات التي يعني تحوم حولنا هم المفكرون والعلماء والأدباء والفلسفين هم اللي بنقول لك النبض واللي حصل بالضبط لأن هناك يعني أشياء فاعلة ما وراء الأحداث يعني الفجوة والفارق الفكري والعلمي والفلسفي هو الأساس في المسألة في هذا الصراع يعني عدم التساوي في التعادل والتكافؤ في القدرات والإمكانيات بين الدول هو الذي يصنع هذه الفجوة على المستوى السياسي والعسكري ولذلك إحنا بنختزل المسألة في المظهر الأخير في العرض الصورة النهائية لكن ما في الأعماق ما يتوارى هذا الأمر أو هذه الأحوال التي نعيشها الحقيقة وراها إشكالات علمية وفكرية وأمور الحقيقة يعني تحتاج لمقربة أكثر عمقا طيب لما نيجي نتكلم أنه زي ما كانت هبا بتتكلم ليه ما أخدش جهازة نوبل يوسف إدريس لكنه في المقابل أخد برضو عدد كبير من الجواز والتكريمات هل شايف أنه أخد حقه من التكريمات؟ هو بالنسبة لمصر أخد حقه لأن مصر كانت بتقدره من البداية يعني أخد جواز كتيرة وربما يكون حتى مثلا قبل نوبل كان هو متفوق في التقدير المصري داخل مصر على نديب محفوظ مثلا لأنه هو ملتحم أكتر بالحياة نديب محفوظ عزالي وانطوائي يعني مش ملتحم بالشلة وبالوسط الثقافي وصوته مش عالي ولا يعني يعتمد على الصراع ويعني بيعتزل بيركز على الإبداع فقط لا يشتبك آه لا يشتبك مع أحد فهو بالنسبة لمصر دي طبيعة شخصيات بقى فبتنعكس طبعا في كتبك طاقة نديب محفوظ كلها كانت موجهة للإبداع يعني العملية الإبداعية بدرجة كبيرة لكن نموذج المثقف العضوي المشتبك مع الحياة ومع الصحافة والإعلام والأسماء البارزة هنلاقيه أكتر مع يوسف إدريس فهو على مستوى التكريم والجوائز المصرية وحتى العربية نال تقريبا كل الجوائز والتكريمات بما ربما يفوق نديب محفوظ يعني حتى قبل نوبل لأن نوبل هي الحقيقة أنصفت نديب محفوظ وخلتنا إحنا نفسنا حتى نركز معه أكتر نحن بنشكر حضرتك شكرا كبير الدكتور محمد سليم شوشة الروائي وأساز الأدب العربي بجامعة الفيوم شكرا شكرا يا فن مشاهدين نروح له فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل باقي فقراتنا من صبح على حضرتكم مرة تانية ودلوقتي جاء معنا مع أخبار رياضة محليا وعالميا لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لقرة القدم كاف اختارت الجنوب أفريقي توم أبو أنجيل حكما لمباراة منتخب مصر ورأس الأخضر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 وحدد الاتحاد الأفريقي لقرة القدم كاف يومي 6 و10 سبتمبر المقبل موعدا لمباراتي منتخب مصر مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر صرف مكافأة إثثنائية للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيوريو ميكالي بعد الفوز على إسبانيا 2-1 في الجولة الثالثة بدور الأول بأولمبياد باريس 2024 منتخب مصر للرجال كرة اليد تعادل مع المنتخب الفرنسي بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 اللي بتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل عمر العوضي بطل الملاكمة خسر في دور 16 في أولمبياد باريس أمام بطل أوزباكستان بنتيجة 5-0 بيشارك الاتحاد المصري الملاكمة بثلاثة لعبين منهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كيلو جرام البطل المصري عمر عصر لاعب تنس طولة قرر إنجازه السابق في أولمبياد تقهيو 2020 والتأهل إلى ربع نهائي في دور الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس 2024 وفاز عصر على لاعب كازاخستان في دور 16 بنتيجة 4-2 ليصعد إلى دور 8 فريق الاتحاد السكندري تعادل سلبياً مع فريق أمبي في المباراة لجامعتهم على أستاذ الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مصابقة الدوري المصري الممتاز ورفع نادي أمبي رصيد 43 نقطة في المركز التاسع في جدور مصابقة الدوري بينما بيحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 40 نقطة منتخب رجال السلاح السيف في منافسات الفرق خسر أمام فرنسا بنتيجة 45-41 في دور الثمانية بالأمبياد باريس 2024 لينافس على المراكز من الخامس للثامنة نادي أبسوياتشا تاون أعلن تجديد عقد الدولي المصري رسام مرتقائد الفريق لمدة موسمين قادمين حتى عام صيف 2026 ده بعد قيادة اللاعب ندي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز فريق قيادة إنهام الإنجليزي فاز على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بنتيجة 4-3 في المباراة الودية لجامعتهم ضمن استعداداتهم للموسم الجديد 2024-2025 وبكده خلصت جولتنا الرياضية هرجع مرة تانية لشازلي وهيبة علشان نكمل معاكم فقرات سبع آخر يوم مصري شكرا ليكا دينا وطبعا لسه كلامنا مستمر عن أبطالنا في الأولمبياد مبارح كان اليوم السادس من منافسات بطولة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أرقام كتير بتحصل وبتحقق كل يوم في الأولمبياد هنتكلم عنها دلوقتي وكمان هنتكلم عن منافسات النهاردة لبعثتنا المصري آخر الأخبار الخاصة بأولمبياد باريس وأخبار البعثة المصرية وأداءها في الألعاب المختلفة هتكون مع الأستاذ محمد سمير الناقد الرياضي والمتخصص في الألعاب الأولمبية برحب حضرتك صباح الخير أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك صباح الخير بس محمد صباح الخير قلنا يا أستاذ محمد بعد كذا يوم من أولمبياد باريس إيه تعليقك على أداء اللعيبة المصريين؟ هي أولمبياد باريس زي كل نسخة بتكون متقسمة للألعاب في معايد معينة مصر حققت ميدالية واحدة لحد الوقت بس في ألعاب كتير لسه ما تلعبتش في رفع أسقال في مسارعة في متخصصين في الرماية لسه ما بدأوش زي عزمي محلبة هيبتدي من بكرة إن شاء الله فلسه فيه أمل على المنافسة في ميداليات في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله طيب ده عظيم جدا إحنا النسخة اللي فاتت إحنا حققنا ست ميداليات أعتقد مظبوط طيب النسخة دي إحنا الهدف بتاعنا كم ميدالي؟ هو وفقا للتصريح الرسمي من اللجنة الأولمبية المصرية إن إحنا ننافس من 7 إلى 11 ميدالية بس أنا أعتقد إن الرقم ده كبير شوية أعتقد إن إحنا يعني من 5 إلى 7 هيكون رقم كويس جدا طيب كلمنا عن منتخب سلاح السيف رجال وتحقيقه للمركز السادس في البطولة منتخب سلاح السيف في أولمبياد توكيو حقق المركز الخامس وكانت مفاجأة كبيرة وقتها على العكس المرادي كان المفروض إن هو ينافس على ميداليا لإن منتخب في زيادة السيسي اللي هو رقم واحد على العالم والحقيقة إن هو أقدم مستوى كبير جدا مبارح قدر يحقق 19 نقطة الواحده وفي مبارات فرنسا وفي دور ربع النهائي لكن للأسف هو بتبقى متقسمة 9 جولات في جولة منهم اللعبة محمد عمر خسر 10-2 فده عمل فرق كبير في النهاية خسرنا فرق أربع نقطة بس هي تعتبر نتيجة محبطة شوية لإن إحنا ما نفسناش على ميداليا في النهاية لكن في النهاية زي ما بنقول يعني بتعتبر خبرات وقادم أفضل يعني خصوصا إن بقى فيه المصنفين في اللعبة وبالنفس من أكتر من نوع في السلاح فأعتقد إن إحنا في أولمبياد لوس أنجلسون مفروض يكون هدفنا على أقل ثلاث ميداليات في اللعبة بعد أربع سنين بقى بالزبط من الأداء مختلف بالزبط طيب منتخبنا بقى الكرة اليد عامل حالة كويسة والمنتخب واللعبة اللي موجودة فيه طبعا بالنسبة للمحالين أو حتى المحترفين بيقدوا أداء عالي جدا إيه رأيت في تعادلهم مبارح مع منتخب الفرنسي منتخب اليد ده عنده ميزة كبيرة إنه هو دلوقتي يبقى أغلبهم محترفين عكس السنوات الماضية وكان بيبقى فيه مشكلة كمان إن إحنا الخبرات إحنا دلوقتي التعادل 26-26 ده يعتبر تعادل تاريخي إحنا أول مرة ما نخسرش من فرنسا من أول ما بتدينا نلعبهم في كرة اليد يعني زي ما بيتقال كان ثانيتين وكنا نقدر نكسب كمان بكرة الأخيرة اللي حصل منها التعادل عليها لغات كبير جدا لإن ممنوع أن اللعب يلمس منطقة الستة متر اللي جوه وظهر في الإعادة إنه هو كان جوه بمسافة كبيرة لكن تحسبت في النهاية يعني بنسبة 90 في الماء ومنتخب إن شاء الله هيصعد بيصعد أول أربعة من المجموعة اللي بعد كده هو الأهم لأن إحنا هنلعب من المجموعة التانية هي مجموعة صعبة جدا فالفريق اللي هنلعب في ربع النهائي إن شاء الله لو فوزنا هنكون منافس قوي على ميدال طبعا إحنا منحق نتائج كويسة بس كلمني كده عن إيه اللي ينقصنا يعني دايما يقولك فيه تكات كده مفروض تبقى موجودة علشان نكمل اللي قدين هي أبرز حاجة هي قصة آخر خمس دقائق دايما بنفقد التركيز فيها بنبقى خايفين المكسب يروح فبيروح لو ابتدنا نركز أو نصدق نفسنا إن إحنا نقدر نكسب الفرقة الكبيرة دي هنعمل كده ويمكن شوفنا ده في أولمبياد توكيو وشوفنا ده في كتولة العالم ما عشرين وواحد وعشرين أبرز حاجة يعني إحنا حقال نتائج كويسة باستثناء منتخب الدينمارك لأنه يعني منتخب بعيد عن حتى بقى منافسين مش عام مصر بس المنتخب بيكسب بسهولة كل المباراة ورغم إنه كان كسبنا فرق عشرة قدرنا إن إحنا في الشوت الثاني نرجع بشكل قوي والفرق انتهى ثلاثة في النهاية إحنا بنبقى عاملين فرق فعلا لكن زي ما أنت قلت آخر خمس دقائق طب إحنا إزاي نشتغل عليها يعني لما الاتحاد ماهتمش بحاجة زي دي ويبتدي يشتغل على نفسية اللعيبة يعني بس يعني في كل حاجة الأعداد النفسي مهم جدا إحنا شوفنا بطلنا زيادة سيسي في السلاح مرشح قوي إنه هو يكسب ميداليا ووصل لغاية نص إنهائي بسهولة لكن خسر المباراتين ومكسبش هو بنفسه طلع بعد المنافسات وقال إنه هو فقط التركيز تماما في المباراتين وما كانش أول مرة يتحط في الضغط ده فما قدرش إنه هو يجمع تركيزه وبالتالي خسر المباراتين فوجود معد نفسي لكل البعثة هيكون شيء مهم جدا لإنه هي تفاصيل صغيرة اللي بتفرق مين يكسب ومين يخسر هو طبعا أداء المنتخب بشكل عام يشرف المصريين كلهم وطريقة تقدمهم لبلدهم سواء من الزي من الحضور نفسه ومن السلوكيات المتبعناك لكن طبعا أكيد كلنا مستنين الميداليات طبعا خصوصا منتخب اليد كمان يعني هو بقى مدي للناس إنه هو لا مش مجرد إن أنا بنافس أو إن أنا بلعب لا ده أنا خلي طموح الناس أعلى خلي طموح الناس يكبر الناس في الأول كان بس كل تتمنى إنه هو يبقى موجود في أول تمانية دلوقتي لا عايزين نفسه نفس المشاريات طموحة شوية بالضبط فهو يعني عايزين نفرح وإن شاء الله يفرحون طبعا البطولة لسه مستمرة وإحنا دايما بنعاول على الألعاب اللي هي رفع الأسقال بالضبط هي ديها تبتدي من الأسبوع القادم في رفع الأسقال في خماس الحديث في المسارعة ألعاب كلها مصر مرشحة فيها إنها تنافس على ميداليات إن شاء الله طبعا ما فيش شك إنه المنافسات صعبة ما فيهاش هزار طبعا على الكل بالنسبة حتى الألعاب الفردية أو حتى الألعاب الجماعية لو هنتكلم عن تأهل بقى عمر عصر للربع النهاء مبارح عمر عصر عامل مفاجأة كبيرة جدا للمرة التانية على التوالي بين أفضل تمانية في العالم تنس طولة مش اللعبة الشعبية في مصر متفوق فيها بشكل كبير جدا الصين طبعا كمان الصين بتشارك باتنين لعيبة بس يعني وفقا للقوانين بتاعة الأولمبياد فبنلاقي إن بقى اللاعبين مجنسين لدول تانية ففكرة إن هو يتواجد بين أول تمانية دي مفاجأة كبيرة كمان عنده فرصة كويسة إن هو هلعب لعب سويدي النهاردة في ربع النهائي اللعب السويدي ده آخر مرتين عمر اللعبه كسب عمر اللي كسب تمام حفظه كويس يعني بالضبط ففرصة كويسة جدا إن هو يكون في المربع الزهبي لأول مرة في تاريخ مصر طبعا هيكون إنجاز كبير جدا وهيكون منافسة على ميداليا أول ثلاث مراكز بميداليات واللعب السويدي ده يمكن هو عمل مفاجأة مبارح إنه طلع رقم واحد على العالم اللعب الصيني فهي فرصة عمر أكبر دلوقتي فرصة عمر أكبر ويكون ميزة كبيرة فنتمنى إن شاء الله أن النهاردة يكون الإنجاز التاريخي إن شاء الله طيب توديع عمر العواضي لمنافسات دور الست عشر في الملاكمة فعلا يمكن ملاكمة والجودو نتائجهم الحقيقة مش كويسة تماما الملاكمة بيشارك بتلت أبطال اتنين خرجوا من الدور الأول ولعابة ما شاركتش بسبب تجاوز الوزن الجودو نفس الكلام بيشارك باتنين من اللاعبين اللي اتنين خرجوا من الدور الأول فهيمكن نتائج عليها على ما تستفهم شوية لأن برضو المفروض يعني حتى لو مش هلحقق ميداليا كان المفروض إنهم هيتواجدوا في دور التمانية وفي دور الأربعة فالحقيقة هي فعلا النتائج مش كويسة هل كان معمول حسابهم في إنهم يحققوا ميداليات؟ يعني حتى لو مش ميداليا فعلا أقل التواجد ما بين دور الرابع النهائي أو دور النص النهائي يعني مثلا عبد الرحمن عرابي كان بيلعب أول مبارح ده مصنف الرابع في البطولة فمصنف الرابع البطولة المفروض يتواجد في أول أربعة على الأقل لكن برضو خرج من دور الست عشر فنتائج تعتبر مش كويسة طيب إحنا دينا مشرف في دور الاثنين وثلاثين خسرت من بطلة اليابان وودعت منافسات الفردي برضو هي نتيجة متوقعة شوية لأن دينا مشرف كان بتلعب لمصنفة الثالثة في البطولة ودينا مشرف التصنيف أقل لكن الحقيقة أنها عملت مباراة كبيرة جدا فيه ثلاث أشواط من الأربعة اللي خسرتهم كان فرق نقطة يعني 11-9-12-10 كان دايماً تعادل وبالتفاصيل صغيرة بقى اللي نتكلم عليها هي اللي حسمت هو الشوط التالت بس كان تفوق تام للعابة اليابانية كان متوقع أن اللعابة اليابانية تكون متفوقة في الأربعة أشواط لكن حقيقة دا ما حصلش دينا مشرف كانت مقدمة أداء عالي جداً من طول المباراة باستثناء الشوط التالت دا فأعتقد برضو أن هي نتيجة تعتبر متوقعة لكن كويسة بالنسبة للأداء الجيد اللي قدمتها طيب خلينا نتكلم عن الحاجات الحلوة اللي احنا لسا مكملين بها التأذيف وكان فيه تأهل للتأذيف في منافسات الترتيب خاصة بمصر هو التأذيف احنا كنا بنشارك لأول مرة بقى في الزوجي وفردي يمكن الفردي كان نتائجه أفضل شوية عن طريق عبدالخالق البنة بس للأسف برضو مش هننافس على ميداليا هي مراكز ترتيبية تتلاقب بكرة مراكز ترتيبية دي بيكون من المركز التلاتاشر للأربعة وعشرين برضو دي متوقع شوية لأن احنا ملناش تاريخ كبير مع أن برضو مفروض أن احنا عندنا النيل نقدر أن احنا نتمرن بشكل يومي نقدر أن احنا متوفر لنا اللي مش متوفر لدول كتير فأعتقد أن احنا لو فيه أعداد أو اهتمام باللعبة ليه لا منطلعش أبطال ويقدروا ينفسوا على ميداليات في السنين اللي جاي طيب مين لفت نظرك في أداء اللعيبة سواء الفردي أو الجماعة لعيبة المصرية من اللي تلعب لحد الوقت أداء عمر عصر صراحة ممتاز خصوصاً أن اللعب كان بيشتكم مشاكل كتير جداً قبل البطولة وأن هو الإعداد ما كانش اللي هو متوقعه ففكرة أن هو يتغلب على كل الظروف دي وأن هو يقدر يوصل ربع نهائي ويكرر إنجازه اللي هو أكبر إنجاز في تاريخ مصر أعتقد إن ده حاجة قوية جداً وبالنسبة للألعاب الجماعية يعني أعتقد إن كورة القدم وكورة اليد ماشيين بشكل كويس للأتنين يعتبر بالنسبة كبيرة بالنسبة لليد لا حارس المرمى كمان محمد علي ده عمل طفرة كده بالزبط يعني هو حارس مرمى متخف اليد كان يعتبر أفضل لعب في آخر مباراتين حتى اللي خسرناها قدام الدينمارك كان هو أفضل لعب موجود فأعتقد إنه إن شاء الله لو كامل بنفس المستوى ممكن نكون منافس قوي على ميداليا إن شاء الله إن شاء الله أنا عجبني قوي أداء محمد السيد مش عشان خاد البرونزية بس عشان هو من الأول كان مخاطط لإنه ياخد ميداليا بالزبط ودي حاجة مهمة جداً ومحمد السيد مش من اللعيبة اللي كانوا من المفترض صح مش مصنفين يعني مش مهمة لا لا مش بقى هو السابع في تصنيف الأولمبي يعني متوقع أنه لو وصل الربع النهائي بقى كده عمل لو أعيزه بالزبط فلكنه بيدي رسالة لكل اللعيبة سواء الفردي أو للألعاب الجماعية بأنه مش عشان أنت من الأشخاص أو اللعيبة أو الفرق اللي مش متوقع أن هما يحصدوا ميداليات لا أنت قادر أنت تعمل كده بالزبط هو يعني لو صدقت نفسك هتعمل كده هو من توكيو أعمل مفاجأة كبيرة ووصل الربع النهائي كان متوقع أنه هو يخرج من بدري قوي قادر أنه يكسب بطل فرنسا في دور اللي 32 كانت مفاجأة كبيرة جدا وبعديها وهو يتفرج على تسليم الميداليات قال أنها بعد ثلاث سنين أنها هاجي هنا وهيكون مكانهم فخلال ثلاث سنين هو هيق نفسه لده وقدر أنه يحقق ده فهي فرعا رسالة قوية جدا أن البطل لو قدر أنه يصدق نفسه هيقدر يعمل كده وهو ده اللي حققه الحقيقة طيب أخبار المنافسات اللي جاية إيه وشايفها زي إحنا ببقرة يمكن أول حاجة من الحاجات اللي مفروض بننافس عليها عندنا عزمي محلبة في الرماية عزمي محلبة هو صاحب زهبيت كاس العالم في يناير اللي فات فأعتقد أنه هو مفروض يكون منافس قوي على ميداليا إن شاء الله هي التصفيات بتكون ما بين كل اللعبين حوالي 30 لعب بيتأهل أول 6 بس للنهاية فلو هو إن شاء الله بين أول 6 هيكون منافس قوي على ميداليا عندنا برضو ألعاب تانية زي رفا الأسقال فيها صارة سمير وفيه كريم أبو كحلى من المرشعين إن هم ينافسوا على ميداليات عندنا المصرع فيه عبداللطيف منيع مصنف الرابع على العالم فيعتبر برضو من المنافسين على الميداليات يمكن فيه كيشو صاحب برونزية توكيو ممكن مش مرشح أو إن هو ينافس المرادي لكن أكيد عنده خبرات برضو ليه؟ إيه السبب؟ يعني مع برونزية في النسخة اللي فاتت فطبيعي إن إحنا دلوقتي إيما بنتكلم في برونزية إيما نطلع بقى فوق السبب إنه خلال التلات سنين دي برضو كان عنده مشاكل كتير فهو أصلا يعني ما تأهلش في التصنيف ولا تأهل في التصفيات هو تعمل في الآخر حاجة زي الملحق بيتاخد كل اللي ما قدروش يتأهله بيصعد الأول بس ورغم صعوبة الملحق ده إلا إنه الصراحة قدر إنه هو يطلع الأول وينافس ويصعد بس الفكرة إنه هو ما صعدش أساسا من التصنيف في الأول فبقى فيه ناس متفوقة أكتر لكن برضو في الأول في الآخر هو عنده خبرات عنده قدر يتعامل مع نفس الموقف ده من ثلاث سنين فيقدر إنه هو يكون موجود أنت بتتوقع إنه إحنا هناخد مراكز أعلى في جدول الميداليات لأنه إحنا الحقيقة رجعنا في المراكز الخاصة معنا ميداليا برونزية واحدة في المركز 41 بس ده عشان خطر في دول كتير كمان ما كسبتش ميداليات خالص أتوقع أو أتوقع إنه إحنا ممكن نحقق ميداليات الفترة الجاية سواء أحمد الجن دي في خماسي الحديث سر سمير في رفع الأسقال عزمي محلبة في الرماية فنقدر إنه إحنا ننفس على أكتر من ميداليا إحنا من ستة فيه ما فوق إحنا نبقى راضيين أو يعني أنا أتوقع إنه من خمسة لسبعة المهم لازم نكسر الرقم بتاع النسخة اللي فاتت الرقم النسخة اللي فاتت هو أعلى رقم في تاريخ مصر يعني إحنا ما حققناش ست ميداليات في نسخة واحدة قبل كده فطبعا لو كسرناه هيبقى تفوق هيبقى رقم ما حصلش قبل كده طيب إن شاء الله هيحصل إن شاء الله نوصل للميداليات اللي إحنا عايزينها وأبطلنا يرجعوا بالسلامة وكيفين هم شرفونا وشرفوا اسم مصر أن هم يشاركوا في الفعلية الأولمبية باريس 24 بنشكرك أستاذ محمد سمير المحلل الرياضي شكرا جزيلا فضل شكرا وشاهدين دلوقتي معد مجز الأهم الأخبار معدين شكرا لك شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤونها المصرين بالخارج بدر عبد العاطي بمقار وزارة الخارجية توم بيرليولو المبعوث الأمريكي لسودان وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الوزير عبد العاطي أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنصيق بين مصر والولايات المتحدة حيال جهود حل حالة الأزمة في السودان مستعرضا أبرز الجهود التي تبدلها مصر من أجل استعادة أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقش الجهود الإقليمية والدولية المبدولة للتوصل لوقف لشامل لإطلاق النار في السودان وقد شدد وزير الخارجية على أهمية الإصراع بالوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين سودانيين والتي تم التعهد بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلاة ومن جانبه أعرب انبعوص الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبدلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وخلال الجلسة قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع إن المنطقة على شفير الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عمل إرهابيا باختيال هنية في تهران وأضاف بن جامع أن استهداف المدنيين بغزة وبيروت يمثل فضاعة أخلاقية ووصمت عار على جبين البشرية وشنا إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إذاء هذا القدر من إراقة الدماء واصدراء القانون الدولية ومن جانبي قال مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد عرفاني إن اختيال هنية مظهر آخر من مظاهر الارهاب الذي تنتهج إسرائيل منذ عقود وأضاف عرفاني أن الجريمة الأخيرة هي جزء من مصار أوسع يسلكه الكيان الإسرائيلي في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة وأضاف مندوب إيران أنه لا يمكن للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يظل غير مبارن بجرام إسرائيل من جانبها قالت نائبة المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة فداء عبدالهادي إن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدواني على الشعب الفلسطيني دون أي قيود وأكدت نائبة المندوب الفلسطيني أن مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه في العمل على فرض وقف لإطلاق النار مجددت الدعوة لمساءلة عن انتهاكات إسرائيل لسلامة أراضي وسيادة الدول في المنطقة بما فيها دولة فلسطين كما حمل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبدالعاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي إسرائيل مسئولية التصعيد الخطيرة الذي تشهد المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطع غزة وانتهاكات القانون الدولي والممارسة غير الشرعية في الدفة الغربية والاختيالات السياسية وخلال اتصال هاتفي طالب عبدالعاطي وصفدي مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخرقاتها المستمرة للقانون الدولي وأكد الوزيران على ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلق المنطقة في إصراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة قرب مدخل مخيم المغازي كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين ببلدة زويدة وسط قطع غزة مما أصفر عن شهداء ومصابين انطلقت منذ قليل مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في تهران وكان هنية قد اختيل في إيران في غارة أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها وأثارت مخاوف من توسع النزاع في خضم الحرب الدائرة في قطع غزة هذا وأما المرشد الإيراني آيات الله علي خمانئي المصالين في جنازة هنية الذي وصفه بأنه مقاتل بارز في المقاومة الفلسطينية هذا ومن المقرر أن يوارى أو يوارى كثمان إسماعيل هنية ثرى الجمعة في قطر ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لمكافحة سرطان الرئة سرطان الرئة واحد من الأمراض الخطيرة اللي بتهدد صحة الإنسان على مستوى العالم ولها الكثير من العوامل المؤدية لها ولها أيضا الوقاية اللي ممكن أن نستخدمها هو واحد من الأسباب الرئيسية للأسف للوفيات المرتبطة بأمراض سرطانية في كل أنحاء العالم مش في مصر بس لكن كمان مصدر قلق خطير للصحة العامة زي نعيش بشكل سليم نبعد عن العوامل المؤسرة لقدر الله الإصابة بالأورام المختلفة وإيه هو اللي مفروض نبعد عنه وإيه اللي مفروض نتبعه ما فيه شك طبعا يهبا وكلمة السر في سرطان الرئة هو التدخين ده قولا واحدا تسألوك كتيرا جدا حول هذا المرض إزاي نقدر بقى نكافح ظهوره من البداية هل المؤسسات العلمية العالمية قدرت أنها توصل لعلاج له هل فيه آليات للكشف المبكر عن هذا المرض هل فيه أعراض بتظهر مثلا فبنحتاج أن احنا نذهب ساعتها للطبيب ونكشف فيتم اكتشاف المرض في مراحل مبكرة فبالتالي نقدر نتعامل معاه ونقدر نعالجه كمان قبل ما يتطور في المستقبل أسئلة كتيرة طبعا وتفاصيل كتيرة جدا هيجاوبنا علىها دلوقتي الدكتور أيمن سالم أستاذ صدر بكلية طب أسر العيني جامعة القاهرة المنوار ما صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين يا أهلا بيك يا فندم تخصيص يوم عالمي لسرطان الرئة أعتقد أنه حاجة مهمة جدا وما فيه شك أنه العالم كله لما يركز على حاجة زي دي للتوعية طبعا بمكافحته ده يؤكد أنه شيء بالغ الخطورة ويتأثير كبير جدا على صحة الإنسان وفي أغلب الأوقات كما سمعنا بيؤدي للوفاة الحقيقة لو ترك المرض للانتشار بيؤدي للوفاة وهو الحقيقة كمان مصنف نمرة واحد في أسباب الوفيات يعني ما بين السرطانات المختلفة في الجسم أصبح نمرة واحد حتى بيتفوق على سرطان الثدي في السيدات الإصابات في السيدات أكثر إصابات نمرة واحد هي سرطان الثدي نمرة اثنين سرطان الرئة ولكن الوفيات حتى ما بين السيدات والرجال هي للسرطان الرئة لتأخر اكتشافه بيكتشف متأخر بالوقت اللي هو بيبتدي الأعراض فيه ويبتدي ندور فيه ما بين المرضى بتكون الحالة تقدمت شوية مش قادر أقول تقدمت قوي لأن برضو لو تشخص بدري يمكن علاجه بصورة ده معناه أنه ما فيش أعراض بتظهر في البداية بيفضل شوية كامل كده خبيث يعني موجود لكن ما بيعلنش عن نفسه طيب إحنا يعني حضرتك بتقول السيدات السيدات مفروض أنهما بيقوموا بكشف دوري لحفاظا على سلامتهم من سرطان الثدي أو الكشف المبكر لكن سرطان الرئة ممكن إزاي أن نكشف مبكرة فيه ده موجود فعلا؟ إذا كان ما بين المدخنات والمدخنين يبقى ممكن نعمل الكشف المبكر عن طريق نوع من الأشعة المقطعية اللي هي قليلة الجرعة بنسميها لودوز أشعة مقطعية قليلة الجرعة دي بتحدد إذا كان فيه فرصة وجود تغيرات يشتبه أو نتوءات دقيقة يشتبه أن هي تكون حميدة أو خبيثة وانتبعها بيكون حجم صغير في الأول بتقدر الأشعات دي تكشفه إذا كانوا مدخنين أنا بنصح المدخنين أنهم يعملوا متابعة في المقام الأول لكن لو حد مش مدخن مفروض ده يكون من ضمن الكشف الدوري اللي يقوم بيه أي إنسان؟ إذا كان ما بين المعرضين يعني فيه عندنا ريسك جروب أو مجموعة خطر أو أكثر عرضة لزهور مرض سرطان رئة اللي هم مين؟ المدخنين بنشوف حالات سرطان موجودة في أغلب 90% أو 85% على الأدق بتكون مدخنين المدخن هو الهدف بتاعنا مين كمان؟ التعرض المهني لتلوث البيئة وملوثات الهواء تعرض المهني زي تعرض لبعض أنواع الشوائب أو الأقلبة من صناعات مختلفة يعني نقول مثلا الأسبستوس الأرزيك اللي هو الزرنيخ الناس اللي بيتعاملوا مع المواد دي وكمان بعض المعادنة الثقيلة بعض أنواع الإشعاع والأشعاعات اللي موجودة في البيئة تعرض المهني المناجم والمحاجر وغيرها وكمان بعض أمراض الرئة زي تلايف الرئتين كل الأصحاب الأمراض اللي أنا قلتها أو التعرض اللي أنا قلت دول معنا مدخنين ومرض تلايف الرئة دول لازم يعملوا كشف دوري مبكر كل سنة على أساس أن إحنا نكتشف المرض في مراحلة الجولة بيكون الشفاء عالي جدا بالنسبة تصل إلى 100% دي خلينا نسأل عن سبب تلايف الرئة سبب تلايف الرئة في أسباب أمراض روماتيزمية أو أمراض مناعية وأمراض بيئية وكمان فيه بدون سبب واضح وأسباب أخرى كثيرة يعني نقدر نقول بعض مضاعفات الأدوية أو بعض أسار الأدوية بعض الأمراض الأخرى يعني أسباب كثيرة جدا وعديدة لكن برضو بطمن أنه مش أغلب حالات التلايف أبدا بتوصل إلى سرطان ده السؤال بقى يعني ما كانت الأسباب للتلايف الرئة مش شرط يوصل إلى وراء سرطان لا خالص وممكن حد يعيش حتى لو فيه جزء من الرئة متلايف وبيعيش وبيتعايش مع عادي مع علاجاته وفيه لقى علاجات فعالة مش قادر أقول أن يجحها 100% ولكنها فعالة فيه ضبط عدم تطور وانتشار المرض للتلايف طيب دكتور أيمن هنرجع تاني للموضوع التدخين لأن فيه انتشار كده لأي مكانة الوسيلة اللي بدخم بيها لا دي أقل نيكوتين لا دي مش بتسيب نفس الأضرار لا دي أخف شوية ياريت نصحح كده المفاهيم في دماغ المدخين خليني أوضح لحضرتك والأستاذ المشاهدين هو أن التدخين كعادة بيجي بيؤثر ويعمل مجموعة من الأمراض لستة طويلة سلسلة طويلة جدا من الأمراض كومبو كده يعني داخلة كده تشكيلة كده مثلا السيد الرئوية اللي هي محدش بيتكلم عنها كتير لكنها انسداد في سرايان الهواء وتهتك في نسيج الرئة ببساطة يعني وده بيعمل درجة من درجات فشل التنفسي يعني المريض مش قادر ياخد نفسه ولا يتحرك ولا يلبي الجهاز التنفسي كما لو كان في حاجة اسمها فشل كالوين اسمع عنه الكلية لا تعمل كمان هنا بتبقى الرئتين وجهاز التنفسي بيحصلها زي النوع من التصلب كده نوع من التضيق في سرايان الهواء في الشعب الهوائي ده بيبقى موجود مع مريض السرطان يعني سرطان الرئة عنده كومبو عنده ده وعنده ده وعنده تشكيلة كمان من الإصابة الشريانية سواء شريان القلب أو شريان الجسم كله مجموعة كده من الأمراض فاحنا بنحرس على كل دول نمنع التدخين ونقلل التدخين مش بس عشان سرطان الرئة لكن علشان مجموعة الأمراض المتتالية اللي هي بتأثر على quality of life أو جودة الحياة أو نوعية الحياة المريض بيبقى عايش ولكنه مش قادر يعني يؤدي مهامه المعيشية الحياتية بصورة طبيعة التدخين مش يعني برضو عايزة رجع تاني مش سجارة وبس التدخين مش سجارة وبس احنا الحقيقة كان عندنا تقليديا تقليديا أربع أنواع سجارة، شيشة، سيجار، بايب دول الأربع الكلاسيكيين اللي معروفين في كل ميجا كانوا بقى كانوا تم إضافة ليهم التدخيل الإلكتروني اللي هي الفيب والتبغى المسخن اللي هو هيت التوباكو مش عايزين نقول ماركات يعني لكنه مشهور باسم واحدة من الماركات الشهيرة السجارة ما بتتولعش بالنار لكنها أو الولعة أو السجارة أو الولعة أو الكابريت ولكن بتتسخن زي هيتر كده أو مسخن يخلي التبغى يحصلوا نوع من التبخير أو نوع من السابليميشن يعني اللي هي يعني الاحتراق بتاع المدر يعدي من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية ووشرة بدون الحالة السائلة يعني كل ده نفس الخطور كل ده كل دول عندنا ليهم أعراض وعندنا ليهم أمراض ونفس التشكيلة يعني حالك ما بتقولي لي مثلا مين أحسن فيهم مين أسوأ فيهم ما قدرش ما فيش حاجة أحسن أوي ولا أقل أوي كلهم عندنا ينتموا إلى إلى الألوان الغمئة يعني السجارة أسوأ ولا التدخين الإلكتروني ولا التبغي المسخن والله الثلاثة عندنا غمئين يعني كأنك بتسأليني مين أغمأ الكحلي ولا البني ولا محصلة بعض في الآخر نفس التسير كلهم غمئين ما عنديش حاجة اسمها تدخين صحي خالص طيب دكتور بنشوف مثلا شباب صغير في السن لسه سبادئ يشرب سجاير مثلا بعد فترة أسهارة جدا يصاب بسرطان الرئة ويموت وفي المقابل ناس تانية ممكن يصل عمره لسبعين تمانين سنة هو بيدخل منه صغير ومع ذلك ما عندهش مشاكل صحية طبعا المتشكل حاجة ذكرت أن الوفيات بتحصل بين الشباب للتدخين الحقيقة كان فعلا في مقولة خاطئة منتشرة أن التدخين لسرطان الرئة أو سرطان عموما يصيب الكبار السن فقط ده مش صحيح بيظهر في الأعمار الصغيرة حتى في سن التلاتين بيظهر كمان بيسبق قد إيه تدخين بعض الناس تدخن وتستمر فترة طويلة بدون ما تظهر عليها الأعراض لكن المرض بيبقى كامل ومستقر مش بالضرورة أن المرض يظهر فيبقى خبيث فورا ممكن يبقى موجود ومستقر قبل ما يظهر فيه العلامات الخبيثة وأحيانا بيكون سريع التطور يعني ممكن يبقى هادي في نمو الورم وممكن يبقى سريع التطور شارس في انتشار بس في الوضع الوطن دي لي يا دكتور لأن بعض الشباب الصغير يقولوا ما فلان الفلاني هو قدامنا عاش سبعين ثمانين سراب يدخنوا ومات موتة طبيعية ملوش علاقة خالص بالتدخين فأقول عادي بقى أنا كمان ما نشرب سجاية طيب خلينا نقول برضو أن مش كل المدخلين طبعا بيصابوا بالسرطان يعني مش مية في المية مش قادر أقول كده لكن بيصابوا بالتشكيلة اللي أنا قلت لحارتك عليها دي يعني ممكن تظهر النتوءات لكن ما تتحولش إلى خبيث أمراض على الجسم كله المفاصل يعني اللستة كبيرة جدا ولو جيت حارتك لكل الأطفال في سن المدرسة وتسألهم التدخين وحش ولا كويس يقول لك وحش طب بيعمل إيه يروح مسمعلك اللستة كلها يبتدي بقى في سن التين اجر وسن المراهقة نسي اللستة كلها يبتدي بقى الضغط من الأقران اللي هو والضغط من حواليه ما تدخن ما لازم تدخن تبسجارة وبطلها وهكذا وبالذات الفترة الجديدة بيتم تسويق المنتجات الحديثة للتدخين زي الفيب وزي التبغ المسخن على أن ده التدخين بتاع الشباب مش بتاع الكبار يعني دول الكبار يدخنوا السجاير لا ودخل فيه بقى جزء الشياكة وجزء عقل متفتح وحاجات كتير الترند يعني الصيحة بتاعتهم يعني يعني لا ده حاجة قديمة ودي حاجة حديثة وكمان لما يطلع بقى البائعين والمروجين والتسويق يقول أنها سجاير صحية بدون أضرار وبدون توباكو لا فيها توباكو الفيب في بعض الناس بيقولوا ما فيهوش لأ الحقيقة أنه هو محطوط فيه في نوع واحد بس ما فيهوش فيب وده ما بيستعملش خالص الفيب أنا بتكلم على الفيب اللي هو السائل اللي بيتم إضافة النيكوتين ليه طبعا النيكوتين مادة مدمنة إدمان سبب الإدمان وده اللي بيخلي الشباب يمسكوا فيها ويستكملوا عادة التدخين حتى التدخين المسخن طيب لقدر الله لو حد عنده أي مشكلة في الرئة أو حتى في الغشاء المبطل لها لأنه ممكن الورم السرطان يجي في الغشاء الخارجي المبطل للرئة إيه الأعراض اللي هيحس بيها وبالتالي صحيح حارتك ذكرتي الغشاء البلوري المغلف للرئتين غشاء حنين قوي كده بيفصل ما بين الرئة كعضو التنفس اللي بيتحرك ويتمدد مع التنفس وما بين الضلوع والقفص الصدري الرئة ربنا حميها بغشاء خفيف الغشاء ده اسم الغشاء البلوري ويصاب بالأورام عايز أقول برضو كمان أن أحد المواد اللي أنا ذكرتها بتسبب سرطان الرئة وهي مادة الأسبستوس يعرفوها المتعاملين مع الطب الصناعي والمتعاملين مع الأمراض المهنية والتعرض البيئي دي بتعمل النوعين من السرطان سرطان الرئة وسرطان الغشاء البلوري قد شديدة السمية والسرطانة كنت بكلم عن الأعراض عن؟ الأعراض اللي هيحس بيه فبالتالي يتجه للطبيق خلينا نأكد حاجة مهمة قوي إن هو مريض الكانسر أو سرطان الرئتين بيكون عنده كحة المدخن بيدخن وبيكح المدخن معتاد على وجود كحة يكحكح كل يوم الصبح شوية كده يطلع بعض البلغم ويبقى هو ده بالنسبة له العادة لأنه مدخن لأنه بيكون في بلغم ده بيكون هنا أعراض لمرض اسمه السدر أو هي أو الالتهاب المزمن في شعب الهوائي كده أو كده بيكون فيه كحة إيه اللي يخلينا ناخد بالنا إن الكحة دي تطورت يبقى الأعراض العراض الأول البدري اللي بنصح الناس يركزوا عليه هو ظهور كحة عند مريض ما عندوش كحة وتستمر أسبوعين كحة أسبوعين عند واحد ما بيكحش لا استشير طبيب فورا ربما تكون بداية وقشر مرض سرطان طبعا أنا بتكلم مع المدخنين أو غير المدخنين برضو نفس الكلام لهم كحة تظهر وتستمر الأسبوعين عند واحد ما بيكحش أو لو واحد بيكح زي كحة المدخنين تبتدي الكحة دي تشتد وتزداد وتعلق ما بتفصلش وتبقى موجودة أغلب الوقت يعني تزايد وتطور واستمرار الكحة برضو لمدة أسبوعين عند واحد مدخن عنده كحة تغيير في نمط الكحة بصورة واضحة وملحوظة أو ظهور كحة جديدة أو دم مثلا مصاحب الكحة أفندم ممكن يكون في دم مصاحب الكحة الحقيقة أن الدم دي علامة متأخرة طبعا فيه أعراض مع الدم وكل الأفلام بتظهر هذا الشيء أن المريض بيكح ويظهر دم ويتطلح بعد كده أنه عنده إما سل دران رئوي أو أنه عنده صراطة ودول علامة مهمة لتنين ولكن في الحالتين دول بتكون حالة متقدمة يعني المرض أو الورد مبتدأ يؤثر وينخر فيه الشرايين والأوردة طبعا مع ألام الصدر فيه جزء من ألام الصدر الألام ألام الصدر بأنواعها ودرجتها مع ظهور دم في المصاق أو دم صافي لوحده بدون بلغم يعني دول علامات متأخرة طيب في بعض الأوقات بنشوف صورة كده ممتشرة على الإنترنت الرئة لونها أبيض ورئة تانية لونها أسود هل الكلام ده حقيقي؟ صحيح 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 وهل الرئة اللونها أسود ده نتيجة التدخين؟ صحيح فعلا طيب هل ده مؤشر على سرطان؟ ولا لأ لا مؤشر على أن جرعة التدخين حلوة يعني كبير آه كبير لو حدتك حتى لاحظت أنك السجارة مفيلتر العادية بعد ما بتشرب سجارة المدخن يشرب السجارة شوف السجارة العادية لونها أبيض ودي لونها أصفر إلى بني يعني الفيلتر نفسه لونه اتغير من سجارة واحدة فلما بيتكرر ويتركم ده بيكون طبعا نوع من أنواع الهباب التار هو التار على فكرة محتوى التار أو القار لما تشوف محتوى علبة السجار مكتوب عليها مكتوب عليها نيكوتين كم في المية تار أو قار أو هباب محتوى اللي هو بيسفلته بيه الشارع الأسود ده يعني الأسفلت ده كله بيتركز في الرقع هذا موجود في تكوين للسجارة وبيتركز في الرقع بالتالي بيتركز في الرقع بعد كده زي ما بس بوضح لك أنه بيطلع لون السود ودي يعني 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 بتقلل حيوية الرقع بشدة يعني يعني الرقع بتكون أقل في أداءها وفي فعليتها ممكن لو بطل طيب تدخين ترجع تاني الرقع زي ما كانت صحيح صحيح تنعكس أغلب أثار التدخين عند الإقلاع عن التدخين في درجة في فترة زمنية متفوتة ما بين ساعات إلى أسابيع تبتدي كل أثار التدخين تنعكس إلا حاجتين لو حصل تهتك في نسيج الرقع اللي هي السد الرقعوية أو بنسميها انتفاخ الرقع يعني الحويصات الهوائية اللي هي عاملة زي البلونة كده موجود منها الملايين بلونات صغيرة كده كل واحدة فيهم بأحجام دقيقة جدا إذا دول تهتكوا وابتدوا الجدار بتاعهم يتساقط ده مش بيزهر مش بيرجع تاني وده طبعا يعني يمكن يعيش به المريض لكن كمان في حاجة ما بترجعش لطبيعات التانية لو حصل تغيرات سرطانية دول التغيرين لو حدثوا ما قدرش يقولنهم بينعكسوا تاني لكن بقية التغيرات حتى على على الشرايين حتى على تغذية الجسم إذا قلل من التدخين قلل بيتحسن قوي إذا امتنع بيتحسن إلى درجة تصل إلى 90% ويصل لو ما جلوش سرطان بعد الشرطة طبعا على الجميع بتبقى نسبة إصابته للسرطان ما بين غير المدخنين أو ساب مدخن سابق بترجع أسجود أسديون بعد 9 سنين بعد 9-2 يرجع كما لو كان ما دخنش أنا بتكلم على احتمالية الإصابة احتمال الرئة بتجدد نفسها تين مش الرئة إذا ما كانش يعني المدخن إذا امتنع النهاردة يفضل عنده فرصة ظهور السرطان لعدة سنوات تشوف تأسير الترخين التراكمي قد إيه عدة سنوات يمكن يظهر فيها العلاجات يا دكتور أي العلاجات الخاصة بالسرطان العلاجات أحب أقول أولا أن التشريص المبكر علاجه يقترب إلى 100% شفاء إذا عملنا السكرينج أو كشف المبكر ما بين أصحاب المجموعة الخطر اللي هي المدخنين والأمراض المهنية والتعارض البيئي وبعض الأمراض الصدرية وبعض الفئات الأخرى إذا عملنا لهم واكتشفنا بدري الورم في حجم سنتيمتر 1 سنتيمتر ما قبل 3 سنتيمتر يعني من 1 إلى 2.5 قريبا ده بتكون نسبة شفاء 100% الشفاء إزاي الشفاء شفاء جراحي الورم ظهر هنا أو أستقص الورم بره جسم المريض شفاء كامل أي طبعا مع مراجعة الغدد اللينفوية وانتشار الجسم كله إذا كان محدود نسبة شفاء علي جدا بالتدخل الجراحي المبكر لكن حتى لو ظهرت بعض الأعراض وابتنت بعض الأورام ممكن بردو استقصال الورم إلى حجم 3 سنتيمتر حط كاملة ولا ممكن بأشعة تدخلية مثلا لا بتبقى جراحة تقليدية ولكنها بتبقى جراحة جراحة من نوعية معينة بيتم التأكيد فيها على مدى الانتشار في القدرة اللينفوية وغيره وده خط علاجي واحد لكنه هو الأفضل لو تم الاكتشاف مبكرا خطوط علاجية أخرى تقليدية وجديدة فيه حاجات جديدة كمان تقليدية والعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي الوكيموثيرابي وريديوثيرابي دول معروفين وموجودين ولهم دول لكن حديثا أصبح فيه عندنا حاجة اسمها العلاج المناعي أو العلاج البيولوجي أو أنواع من العلاجات اللي هي بنسميها حتى العلاج الموجه يعني هو موجه لجزء معين في السرطان يؤثر عليه فيبتدي يؤثر على الورم داخليا ويبتدي الورم ينكمش ويقل تقليصه أو تحجيم فنقدر نتدخل جراحيا لما الورم يكش ويقل إلى درجة إلى درجة بعيدة أو حتى ربما في بعض الحالات ينتهي يختفي الورم أو ينكمش ويتقلص جدا ويبقى في حالة ساكنة يعني ما بيبقاش ما بيبقاش منتشر يعني أحيانا مش دايما عشان كده لابد من اختيار المريض المناسب للتدخل بالنوعية دي كل الشكر لحضرتك دكتور أيمن ساني وستنصدر بكلية طب أصر العيني جمعة القاهرة شرفتنا ونورتنا يا فن شكرا أهلا بيكم دايما هنروح لفاصل ونكمل معاكم صباح الخير يا مصر دايماً المرأة المصرية بتثبت كده يوم بعد يوم أنها قد المسئولية النهاردة معانا نموذج للبنت الصعادية الجدع زي ما بنقول واللي قدرت تحصل على الدكتوراه في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية طيب إيه القصة بالضبط وإزاي قدرت دكتورة هاجر إن هي توصل لده خلونا نرحب بيها ونقولها صباح الخير الدكتورة هاجر دين مصطفى الحاصل على المجستير في اللغة القبطية وكما أن الدكتورة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية صباح الخير يا دكتورة صباح النور صباح الخير يا فاند بألف مبروك الله يبرك في حضرتك مرسي احكينا القصة جات إزاي القصة كانت البداية أنا أصلا مولودة في بني سويف وبعد كده خدت درجة الليسونس في الأثار المصرية من كلية الأثار جامعة الفيوم وبعد كده كملت سجلت ماجستير اللغة القبطية برضو كلية الأثار جامعة الفيوم بتأدير امتياز وفي الوقت ده خدت دبلومة في الدراسات القبطية إشراف مشترك بين المركز الثقافي الفرنسيسكاني وجامعة بازماني بيتر في المجر وبعد كده في الوقت ده برضو وبعد ما خدت الماجستير الأولاني حصلت على منحة من المعهد الألماني للأثار دي منحة إشراف مشترك بين جامعة حلوان وجامعة براندنبرج للتكنولوجيا بكوتبوس في ألمانيا ودي خدتها في 2020 وبعد كده أكملت بقى الدكتوراه في كلية الأثار جامعة عين شمس في قسم إدارة المتاح في المواقع الأثارية بتأدير سنوات قليلة كمان أو يا هيبة إدرثمية توصل لهذه المكانة طيب ليه تخصصتي في ده يعني إيه السر في اختيارك إدارة المتاح في المواقع الأثارية أنا كده أنا تخصصي مزدوج يعني أنا عملت دراسة بينية كده إن أنا دخلت تراس الإبط في إدارة المواقع الأثارية يعني أنا يعني مش يعني أنا تخصص بتاع الماجستير الأولاني في اللغة الإبطية وبعد كده لما جيت بقى أخدت المنحة وانتقلت تخصص إدارة المتاح فدخلت التراس الإبطي في المجال ده لأن أنا كنت شايفة إن التراس الإبطي محتاج إنه يدار بشكل أفضل محتاج إنه نحن نحافظ عليه بشكل أحسن محتاج إنه نعمل استدامة لي إنه ندمج المجتمع المحلي بإنه يعني إزاي يستفيد من وجود هذا الموقع التراسي الضخم هو بالنسبة له كنيسة مش عارف هي مهمة ولا مش مهمة بالنسبة له مكان عبادة للإخوة المسيحيين بس لأ ده مكان تراسي بيرجع لقرون قديمة جدا أنت تقدر تستفيد منه سياحيا واقتصاديا وتقدر أنت يعني كمجتمع محلي أنت تحافظ عليه طبقتي ده فعليا؟ طبقتي في رسالة الدكتوراه بتاعتي لأ فعليا عمليا عمليا ما جاتش الفرصة بس من خلال توصيات الرسالة حاولت أن أنا أشتاء يعني أوجه ده للتنفيذيين يعني حتى في رسالة في مناقشة الرسالة كان مشريفي ولجنة المناقشة كانوا بيتكلموا اللي هو أنت هتبقي المرجع اللي هيمشوا وراه سواء التنفيذيين أو البحيثين اللي هبقوا في التخصص بعد كده لأن أنا أول رسالة في التخصص طبعا البحيثين هيرجعوا لها أكيد طب بس عشان أكون فهم أكتر المواقع التراثية والتاريخية القبطية أو يعني أنا فقط لا مش فقط يعني أنا مواقع التراثية بس أنا التخصص الدقيق للمواقع التراثي الإبت يعني سأدركزت في ده لأنه هو نادر وما حدش يشتغل عليه أصلا في مصر كلها ولا حتى في أي دولة عملت إيه في دراسات السابقة طيب عملت أنا اللي كنت بخلق المراجع لأن أنا شارت كنيسة وحدش يعرف أنا حاجة كنيسة أفاك لوج في قرية الفنت مركز الفشن بني سويف فدي كنيسة قرن رابع ميلادي وكنيسة تاريخية وكنت بتكلم عن سيارة القديس ومعجزاته وليه هي تاريخية وجبت الأيقونات الأسرية بتاعتها يعني وتناولتها معمريا كنيسة قرن رابع ميلادي في بني سويف وما حدش يعرف أنا حاجة نحن عندنا رحلة العائلة المقدسة وإحياءها أكيد ده داخل في تخصص جدا وهتطبقي فيه بقى اللي قلتي في الدراسة بتاعتها بحاول أن أنا أشتغل على الموضوع ده يعني والفكرة في رحلة العائلة المقدسة أنه أفكار كتير تنفذت فيه هو أريدي يعتبر بنسبة كبيرة انتهى بشكل كبير من التطويرات والبنية التحتية وكده بس الموضوع كله بيتوقف على التسويق الفعال لمصار الرحلة عشان هنجزب ملايين السياح من كل أنحاء العالم وخاصة الحجاج الكاسوليك فهو يعني فيه حجاج وفيه سياح على مدار السنة وفيه موسم حج وكده احنا نقدر نستغله بس الموضوع محتاج تشبيك من كل الجهات المعنية ده بقى اللي عايز أسألك عامنه دلوقتي كنيسة من القرن الرابع انت جبتيها من قرية داخل مركز في محافظة بني سويف أعتقد أنه ما فيش حد كان يعرف عنها زي ما انت بتقولي أنا نفسي يكون فيه تواصل ما بينك والدراسة اللي انت عملتيها ورسالتك مع وزارة السياح والأثار ده مهم جدا هو أصلا المشرف على الرسالة بتاعتك كان وزير الأثار الأسبق دكتور ممدوح الدماطي فبالفعل يعني اللي أشرف عليها وساعدني في إخراجها بهذا الشكل هو فكرة التواصل أنا يعني طبعا يعني حاول جاهدة طبعا أنه أنا وصل لهم ويكون حاجة كويسة جدا لأن الدراسة لو اتطبقت لأن أنا مثلا أنا زي نستفيد منها كنت عاملة تقييم للوعي الثقافي بمواقع تراث القبط وتطبيق على الكنيسة دي فأنا عايزة اللي هو كل حاجة أنا عايزة أقول جماعة فيه كنيسة قرن رابع ممكن نجيب سياح للمنطقة دي زي ما بتحصل زيارات لودي النطرون زي ما بتحصل لدير ماريمينة زي الحاجات دي كلها فإحنا ليه ما بنستغلش ده طبعا بنسوف شوية سياحيا وتسويقيا لحد ما الدنيا يعني هدية خالص وكده فممكن قلت مثلا من خلال أن أنا صلت على التراث القبط أقول لا بنسوف فيها تراث مصري قديم وفيه تراث قبط وفيها تراث إسلام فيها كل الأنواع فلي ما يبقاش فيها سياحة بالشكل المطلوب زي ما احنا يعني السياحة في الجنوب يعني لأسر وأسوان هي لوقت نصيب الأسد لكن كل محافظات الصعيد فيها من أول الجيزة وانتي نازلة فيها طبعا الأسار المصرية القديمة وفيها كل ما بتتحدث عنه بس بنسوف مهمشة سياحيا فكذا كنت مركزة أكتر لكن فيها مقاومات بس فيها كل المقاومات احنا ممكن نحاول جزء من دراستيك كمان أن هي تدرس في المدارس مثلا ممكن هو أصلا لأن فكرة الثقافة بالأسار القبطية عموما آه طبعا هو كده كده التراث القبطي تراث مصري هو جزء من تاريخنا طبعا هو مش مقتصر على الكنيسة فقط لا هو جزء واضح من تاريخنا لازم يبقى فيه معرفة بي ده برضو هيساعد في إعادة تشكيل الهوية هيساعد في أن نحن نقدر يعني نقلل حتة التعصب شوية نقلل حتة عدم تقبل الآخر اللي هو لا أنت هتبقى فاهم أن دي حاجة لك أنت كمان كمصري هو مصري وأنت مصري أنت موسيم وأنت مسيحي دي حاجة ما فيهاش اختلاف احنا بنتكلم في هوية مصرية منتكلم في تراثنا كمصريين ككل هو ناسجنا ناسجي الواحد بالضبط شايف كمان البابا تودرس كرابك أنا بصراحة اتكرمت من البابا تودرس مرتين وقابلته مرة كمان يعني كنت كان في مرة كان أول حقيقة أول تكريم كان في مؤتمر التراث الإبتي بين الأسرة والمعصرة ده كان في الكتدرائية الموقصية في العباسية وكساعتها كان قررمني على بحث كنت مقدمها عن التأثيرات الفنية المتبادلة بين الفن الإبتي والفن اليوناني الرومين تمام التأثير والتأثير ما بينهم بعد كده كان لي الشرف أن أنا يتم ترشيحي من مؤسسة سان مارك لدراسات التراث الإبتي أن أنا أكون ضمن مجموعة باحثين يعني كنت المصرية الوحيدة ضمن مجموعة باحثين أجانب في مؤتمر عن الكتاب المقدس الإبتي وده كان بتشريفه برعاية البابا تأدرس وكان في المقر الباباوي في دير الأنباب شوي في دي بادي النطرون فساعتها أنا قابلته في المقر الباباوي فساعتها حصل لقاء كده وكلام وعرفته بنفسي وكده فساعتها قال لي هو أنت بتحبي الإبتياط ليه يعني يعني ساعتها كان فأنا يعني قلت له هو يعني مجالي وبقى عندي شغف فيه يعني وكده جيت تكريم التالت بقى وده كان الأقرب إلى قلبي يعني لأنه هو كان تكريم كأفضل رسالة ماجستير في التخصص ضمن مؤتمر كان اسمه أطرحات مضيئة في الدراسات الإبتائية أي فده كان يعني كان بيكرمني أن دي من أفضل الدراسات في التخصص الدراسات الإبتائية فطبعاً هي الكلمة الشاملة أن أنت كل اهتمتي بكل ده ليه عشان أنت مصري بالزبط هي دي كلمة عشان دي هويتي يعني دي هويتي أنا كمصرية إحنا كلنا أقباط مسلمين أو مسيحيين أقباط يعني مصري أي كبط يعني مصري كل توفيديك طبعاً أنا مشكرك على تصحيحك للمفاهيم كمان المتدولة ومنشكرك على كل اللي أنت بتعمليه وإن شاء الله المزيد من النجاحات اللي أنت بدأتيها فعلياً شكراً دكتورة هجر سعد الدين مصطفى الحاصلة على الماجستير في اللغة القبطية والدكتورة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأسرية بنصبح عليك وبنشكرك مرات شكراً لحضرتك سريعاً مشاهدين هنروح للعالمين الجديدة وكالمعتاد في إطار تغطيطنا طبعاً لمهرجان العالمين الجديدة مع زميلنا محمود جميل نشوف إيه آخر أخبار المهرجاني محمود صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا هبة بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان لازلنا متابع معاكم الفعاليات المستمرة اللي لم تتوقف الحياة في مدينة العالمين الجديدة سواء رياضية فنية بقى وإحنا موجودين دلوقتي طبعاً أمام اليو أرينا والنهاردة عندنا حفلة مهمة جداً طبعاً كل الناس مستنياها كاسة التسعينات هنسمع النهاردة كل الأجاني للجيل بقى حميد الشعاري محمد فؤاد هشام عباس إيهاب توفي النهاردة هيكون طبعاً حفلة مهمة جداً ومتوقعين يعني يكون فيه إقبال بعد يعني كلنا بنشوفه إمبارح وبنسأله للزائرين على المامشا إن هم متحمسين جداً للحفلة اللي هتكون موجودة النهاردة منطقة اليو أرينا الحقيقة في مكانها الجديد بقى بيستوعب أكبر عدد من الزائرين تقريباً بنتكلم عن أكتر من مئة ألف زائر تقدر تستوعبهم من منطقة الجديدة لكن فيه تفاصيل أكتر طبعاً عن فكرة نقل منطقة الأرينا من مكانها القديم للمكان الجديد والتنفيذ طبعاً اللي لم يستغرق وقت طويل والدعم طبعاً الكبير المقدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلونا نتكلم عن تفاصيل أكتر عن منطقة اليو أرينا مع ضفنا العزيز المهندس محمد المصري مدير مشروعات الطرق بجهاز مدينة العالمين الجديدة بصبح عليك يا بش مهندس وأهلاً بك معانا في صباح الخير صباح الخير عليكم جميعاً أهلاً بكم نورتونا في مدينة العالمين الجديدة لما حضرتك ويمكن طبعاً أنا شايف التطور الكبير اللي موجود فيها منطقة اليو أرينا الجديدة وحبينا نعرف الفكرة جات إزاي من نقل اليو أرينا من مكانها من الممشى السياحي إلى المكان الجديد اللي موجود فيها حالياً طبعاً كان فيه من كام سنة كان فيه أرينا موجودة في المنطقة الشاطئية تمامك دي كانت مساحتها صغيرة كشوية كانت حوالي من 12 ل 13 ألف متر مسطح ما كانش فيه باركينج ملاصق لها كان فيه أزمة مرورية بتحصل وقت إقامة الحفلات والفعليات فكان جاء توجيه أن نحن ننقل أرينا الموجودة لمكان تاني ده بالتنسيق مع الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية قررنا أن نحن ننقل المنطقة الأرينا الجديدة في المنطقة هنا بجوار المدينة التراثية طبعاً إحنا خدنا التعليمات في يوم حوالي 25 بدأنا التنفيذ على طول في نفس اليوم مسطح الأرينا اللي إحنا متواجدين فيه الجديد يؤرينا حوالي 40 ألف متر مسطح وهو أكبر من الأديم من 3 ل 4 أضعاف اللي كان موجود وده بيخلينا نستهبل أكبر عدد ممكن من المرتدين والمصيفين والجيئين عشان نشوف الفعالية وطبعاً زودناها بخدمات لوجيستية ما كانش موجودة في القديمة أضفنا ليها حوالي باركين مساحة الباركين حوالي 60 ألف متر مسطح يستقبلوا أكبر عدد ممكن من السيارات فأضفناها كمان خدمات لوجيستية وزودناها بكل بكل المرافق المتواجدة في المنطقة وده طبعاً في مكان زودناه بكل الطرق المحيطة لبيه يعني طورنا كل الطرق المحيطة اللي بتخدم على اليو أرينا طبعاً اليو أرينا بجوار الطريق الساحلي على طول اللي جاي من المطروح من القاهرة ومن اسكندرية سهل عليه جداً يوصل للمنطقة اللي احنا فيها وطبعاً كمان هيستمتع بكل الخدمات والفعاليات اللي بتقام في المدينة التراصية فكرة بقى البنية التحتية والطرق والكباري المحيطة بالمنطقة يعني حرارة كنت بتقولي في كباري بيتم إنشاءها دلوقتي علشان طبعاً تخدم منطقة اليو أرينا لو تكلمنا أكتر عن التجهيزات دي والمشروعات اللي هيتم الانتهاء منها قريباً واللي بتخدم طبعاً منطقة اليو أرينا عشان تستوعيه أكبر عدد طبعاً من السيارات ويكون فيه سيولة مرورية للوصول لها صحيح إحنا خططنا إنه يبقى فيه كبري هنا ملاصق للأرينا كبري على طريق CS3 ده هيخدم المنطقة جنوب باب الكامل سكن مصر إسكان متميز جامعة العلميين الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا كل اللي موجودين فيه إبلي القطر الكهربائي السريع أو القطر القديم اللي موجود كل ده هيقدر يستفيد من الكبري اللي هيتم التنفيذه إن شاء الله طبعاً فيه كبري قديم بس بيبعد مسافة كبيرة شوية عن المنطقة الأرينا كبري CS3 خدنا خلاص التوجيهات بالتخطيط والتنفيذ فيه إن شاء الله بعد الفعاليات الصيفية دي وإن شاء الله دي جسانة جاية إن شاء الله تلقوه موجود وبيخدم على كل المتواجدين وهنضيف ليه كمان كبري مشاه يخدم على الساكنين والقاطنين في السكن مصر والإسكان المتميز لمنطقة الأرينا والمدينة التراثية اللي إن شاء الله يعني هتكون مستقبل المدينة العالمية الجديدة بس مهندس يمكن طبعاً العمل تم على قدم وساك ولم تستغرق وقت طويل جداً عايز أتكلم عن الدعم والتعاون اللي قدمته الشركة المتحدة لخدمات الأعلامية لحضراتكم في الوصول في أسرع وقت وأأثر وقت طبعاً بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه لليو طبعاً احنا أول ما نسأنا مع المتحدة لخدمات الأعلامية وحددنا المكان ساهلونا كل الأوراق وكل الإمكانيات ويعطونا كل الدفعة المطلوبة لتنفيذ الأعمال دي احنا بدأنا في عشرين خمسة خلصنا أربعة عشر ستة خمسة عشرين يوم أعمل متواصل أربعة عشرين ساعة ده كله بالتنسيق مع المتحدة ومع الجهات المعنية خدنا التوجيهات من نهاية المجتمعات ووزارة الإسكامل نحنا نخلص الأرينا بالباركينج بالطرق المحيطة ليها بالأعمال لاند سكيب بكل ده في فترة زمنية قليلة عشان الفعاليات اللي هتقام فيها إن شاء الله طبعا حرارك كنت بتكلمني أو كنت بسألك قبل الهوى على فكرة التواصل المستمر مع الجهات المعنية فيما يتعلق لو يحتاجوا أي حاجة في أي وقت لليو أرينا حضراتكم موجودين طبعا لحد نهاية المهرجون في حال أن هما محتاجين أي حاجة داخل الهوى طبعا إحنا متواصلين دايما من قبل من قبل 11 سبعة لغاية 30 أواصل إن شاء الله في تواصل مستمر أي حاجة مطلوبة يعني خدمات تسهيلات لو في حاجة في يعني حفلات كانت الكسافة المرورية فيها عالية ومحتاجة تسهيلات مرورية مطلوبة مننا الفعالية مطلوبة مننا بنقدمها على طول إحنا متواجدين إن شاء الله 24 ساعة في اليوم متفاعلين معهم دايما طبعا إحنا بنقدم لهم كل الشكر والتحية على المجهود المبزول من 11 سبعة لغاية النهاردة ولغاية نهاية الفعاليات إن شاء الله شكرا لك يا بشوانس والحقيقة شكرا لنا كل العمال اللي اشتغلوا في المشروع الجميل ده واللي يمكن لسه شغالين لحد دلوقتي مع كل حفلة طبعا بيتم التجهيز لها بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد المصري مدير المشروعات الطرق بجهاز مدينة العالمين جديدة شكرا لحضرتك شكرا جدا يعني زي ما تبعنا شازلي وهبة الحجم الكبير اللي تم في منطقة اليو قرينا والحقيقة يمكن شفنا الجانب الإيجابي في الحفلة للإسبوع اللي فات للفنان تامر حسني كان فيه قبال شديد على الحفلة وكان فيه زحمة جديدة جدا لكن الحقيقة تصميم اليو أرينا في الشكل الجديد والمساحة الأكبر بقت بتستوعب أكبر عدد من الفعاليات ويمكن النهاردة كمان مع حفل كاسة التسعينات هيكون موجود طبعا انطلاق أولى المسرحيات مسرحية الشهرة للمخر الخالد جلال وعدد من المسرحيات طبعا اللي هتنطلق في شهر أغسطس بالإضافة إلى الحفلات الفنية اللي موجودة إن بارح كنا بنتابع فريق كرول تنمية المواهب لدار الأوبرا المصرية والحقيقة زيارة رئيس مجلس الوزراء لفعاليات مهرجان العالمين وإطلاق طبعا المرحلة التانية من مبادرة 100 يوم صحة ومشاركة طبعا فريق كابتانو مصر مع أساطير الكرة المصرية وزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسموه الشيخ محمد بن زايد أول أمس لمدينة العالمين الجديدة الحقيقة مدينة العالمين بتحظى باهتمام كبير ويعني فعليات متنوعة ومختلفة لمهرجان العالمين الجديدة بتؤكد أن فعلا مدينة العالمين الجديدة هي الوجهة السياحية الدولية المهمة وكمان الوجهة الرياضية بسبب طبعا كل الفعاليات الرياضية المتنوعة اللي موجودة وبالتأكيد هنتبه معاكم بقى على مدار الأيام اللي جاية كل الفعاليات المختلفة والحفلات اللي هتكون موجودة في منطقة اليو أرينا وطبعا بكرة هيكون حفل الفنان الكبير رامي جمال ودي كانت الأجواء من أمام منطقة اليو أرينا برجع لكم في الاستوديو مرة تانية شازلي واهبة صحيح يا محمود الفعليات مازالت مستمرة وإحنا كمان معاكم خطوة بخطوة مش بنسيبكم بنعرف إيه لي بيحصل سواء الصبح أو بالليل على مدار أيام المهرجان كلها محمود جميل أشكرك من العالمين وأشكر ضيفك الكريم على اللامحة اللي دهنا عن المزينة والفعليات إحنا بكده نكون وصلنا لختم حلقتنا بنشكر حضراتكم على المتابعة بكرة إن شاء الله خلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد وصباحكو زي الفل